اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مؤكد يعني مين ما يتمنش هذه النهاية بين هداي الله يعني مؤكد انه اكثرنا حظا وان كان دويه متألمون لكن يكفيهم يعني صبرا انه مات الجامع وهو بيصلي وبيزكت لكن في كل الاحوال انا اتأمل منذ سماعي هذا الخبر لان احنا كنا هنا للساعة 12 منتابع دقيقة بدقيقة الحالة وكان اخر حاجة الاستاذ جمال جابر قالينا الساعة 12 لرب يعني ايه هو في غرفة العناية المركزة قبل ما نوصل لبيتنا لبيوتنا وقبل ما تكتمل الساعة الوحدة تقريبا جاءنا الاخبار وفاته للمانية طيب السيرة العطرة فرضت نفسها الرزانة والاحترام الذي كان يحضر به المخفول له بإذن الله خال التوحيد هي القاسم المشترك على تعليقات جميع من يعرفه ومن يشاهده ومن لا يعرفه كان قيم الاحترام عنده تقدر تشوفها على الشاشة تشوفها في الفاظه تشوفها في كلامه في مواجهة الأزمات ما نحنش أنبية لكن بكل تأكيد لما تكون في صفات طاغية بهذه القيمة لا هي بتنصف صاحبها حيا وبعد وفاته خالد استحق كل كلمة طيبة كل دعاء ربنا ارحمه وهم الصابقون نحن بإذن الله لاحقون لكن لماذا لا نستوعب يا أستاذ إبراهيم إن إحنا في ثانية ممكن أي واحد فينا ويكونش موجود صحيح إلى الذين يصدرون الألم للآخرين الذين يهتكون الأعراض الذين يتجنون الذين يشمتنا الذين يعني عايشين حياتهم فيه كيد مستمر للآخرين إحنا ما تشهدوا ساحة كرة القدم الآن أمر غير مسبوق غير مسبوق على الإطلاق ولا أظنوا سوف يكون ملحوقا ما يحدث الآن عملية مكايدة من مسؤولين كبار فن علاج الأزمات يا أستاذ إبراهيم أول أول حاجة يعني أتعلمتها لما كون بعالج أزمة مع أحد أنا لا أشعروا بالهزمة أنا عايز أوصل لنقاط تخصني لو خط الحوار معاه من منظور النصر والهزمة لا يمكن حيوصلني اللي أنا عايزه إيه حجم الكيد وحجم الإغاثة وبتغيز بنغيز ناس جماهير ما نعرفهاش مختلفة ثقافتهم ملايين من البشر بنسبب لهم إنه كان كل يوم بكلمة صغيرة بنكتبها أو بنقولها أو بتصرف صغير بنعمله تحدر الكرة يستطيع أن يحل الأزمة دي لو تفادى موضوع ما حدش يفرض علي وأنا اللي أقول كلمتي ما حدش يفرض على حد حاجة لكن لما نكون بنطالب بعمل المعايير يبقى والله نلجأ لهذا المشهد هنحل كل حاجة نعرف نعرف أننا هنكون بين يدي الله في أي لحظة وهنكون مسؤولين عما نفعله بالآخرين الحقيقة المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها هي مشاهد للمراحل المختلفة سواء في أداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الغالي أو بعد كده مراسم الدفن في مدافن الأسرة في 6 أكتوبر أو واجب تأدية أو تلقي واجب العزاء النهاردة اللي لازال مستمر في مسجد عمر مكر كل هذه المشاهد اللي حضراتكم شايفينها وغيرها كتير جدا هي شواهد شواهد على سيرة هذا الرجل على مسيرة هذا الإنسان على عطائه على علاقته بالجميع النهاردة في الجنازة آه مجلس إدارة النادي رئيسا وأعضاء والإدارة التنفيذية وكله موجود بس كمان كتير جدا من حشود الأسرة الصحفية والأسرة الرياضية وجمهور غلبان جاي برة برضو بيسلم وبيعزي فدائما وأبدا هي الإنسان سيرة وهذه الشواهد وهذه المشاهد دل على هذه المسيرة بجد أنه في حد عاش بين الناس فترة طالت أو قصرت لكن ترك هذا الأثر الإيجابي وهذا الأثر الطيب وهذه السمعة الطيبة بنقاء بصفاء بتجرد بمهنية باحترام بعفة نفس بنظافة يد الحياة قيم كتيرة جدا سلوكية وأخلاقية ومهنية لو اتكلمت عليها عن الأستاذ خالد توحيد وهو في دار الحق وإحنا في دار الباطل مش هنوفي حقه أستاذ أبراهيم قبل ما يكون مسؤول معنا ومسؤول عن القناة وزميل أنا كنت أتابعه بمنتهى التقطير والإحترام في أي طللوها على الشاشة في أي كلمة بيقولها كان حريص جدا أن الكلمة تطلع بالميزان وعمره مكاد ولا غاز حد رغم أنه كان بقول أراء وضحة شرب ما كانش أراءه ميعة ولكن دائما بيقولها مغلفة بالكياسة والإحساس بالآخر أنه هو بيقول رأيه مش من منطلق أنه يدايق حد أو أنه يعلم على حد لا كان بيقولها بشكل موضوعي خليك تتأملها وتفكر فيها دي قيمة الإنسان أن ما ينطق به يكون مدعاه للتأمل مش أنه يكون مدعاه فكر له أغزه زي ما بيغزني أرد عليه زي ما بيقول لي دي كلها قيم إعلامية أستاذ إبراهيم طبعا هو كان زميلك في الدراسة كمان لا أكبر مني بشوية لكن الحقيقة يمكن من الناس الأوليلة جدا اللي ارتبطنا ببعض على خط مهني واحد أنا في أخبار اليوم وهو في الأهرام في نفس السنة اللي تعين فيها خالد في الأهرام الرياضي تعينت أنا في أخبار اليوم لكن كنت سعيد جدا بسفريات كتيرة جمعتنا يمكن حتى إحدى المرات كنا في أسيوبيا ورحنا راجعين عملنا عمره في رحلة العودة سفرنا تونس سفرنا الجزائر فيه كتير من السفريات اللي شوف برغم ما قد يبدو من منافسة بين الأخبار والأهرام برغم تقارب العمل الصحفي نفسه لكن يشهد الله أنه خالد توحيد عمره ما خرج عن الإطار السلوك المحترم والمهني المسؤولي أنا بقول لك دي ملاحظتي عليه عمره ما حسستك أنه في صراح عمره حسستك أنه في خلاف كان دايما وأبدا لو ما قول الله يرحمه يقول لي بص أنا أكتر حاجة بستريح لها أن دماغنا صحفيه ركب على بعض فكتير جدا من تفاصيل حياة خالد الصحفية كان بيراجعني وأنا بيراجعه لما بكتب حاجة أول حد كان بيكلمني يشيد أو يعلق أو يلاحظ أو يقول أو يناقش كان خالد علي رحمة الله في فترة من الفترات لأ عند وقت فقال لي بقولك إيه عايز أمشي في سلك الدراسة هرجع تاني أذاكر واخد ماجستير ثم دكتوراه وفضلنا على متابعة دايما ولما جي ناقش الماجستير في كلية الإعلام دعاني وكنت سعيد جدا بيها حاولي جيب رجلي برضو في السكة دي رحت أنا وهو محاضرة مشتركة دعاني لها صديق مشترك الدكتور عدل عبد الغفار عميد إعلام جامعة خاصة في بني سويف رحت أنا وخالد وإحنا راجعين كل جهده ما تيجي نكمل في السكة دي يعني عمي أعمل معروف إبعد عني أنا مش في حمل التدريس قال لي لا كانت محاضرة حلوة وجذبت الناس وأنا شايف أن احنا علينا حاجة للمهنة لأديها للأجيال الجديدة طبعا على وعد إن شاء الله هنبقى نعملها وهو كمان بعدها دخل في تجربة قناة الأهلي فأخذت كل وقته شغلته حتى على أن هو يكمل مشوار الحصول على الدكتوراه واكتفى بالماجستير لكن دايما وأبدا فضل جواه هذا الضمير المهني الحي اليقز اللي دايما وأبدا كان في كل عمله وفي كل أداء وفي كل تصرفاته حتلاقيه حد مسؤول وحد منضبط وحد بيرعي ربنا وبرعي قيم المهنة يعني قيادات مصر الرياضية موجودة في الأندية المختلفة اللي سافر واللي جيه يمكن ما كانش بيربطهم بها أستاذ إبراهيم علاقة مباشرة لكن فيه تأدير بعدين أنا ألمح تأثرك ولمعت عينيك وأنت تتحدث يعني يعني أستخدت ما كانش يعني مجرد اسم في المهنة صدقني وليلين جدا اللجوم في تاريخ الصحافة الرياضية حطوا بصمة وحطوا علامة أشهد أشهد أنه خالد توحيد عليه رحمة الله الواحد لسانه لسه حتى ما خادش على وصفه بالمرحوم لكنه حد ساب بصمة حد تقدر تعتبره من المطورين في المهنة حد تقدر تقول عليه من الناس فعلا اللي سابت أثر يعني شوف كلام اللي أستاذ إبراهيم حجازي وإبراهيم حجازي ربنا يدي له الصحة وطولة العمر صحة بمدرسة لأنه هي تجربة الأهرام الرياضي الحقيقة أخرجت كل هؤلاء النجوم لأنه ما تقدرش أبدا تنكر على قيمة صحفية بحجم الأستاذ إبراهيم حجازي دورها في رعاية كل هؤلاء خالد والدكتور ياسر أيوب ومن قبله الأستاذ نصر الأفاص ونبيل عمر ومش عايز أنسى حد ويصر الفخراني ومحمد سيف أستاذ كبار جدا خرجوا من تجربة بقوا من نجوم في المهنة وقسام اسماعيل طبعا والأجيال اللي بعد كده شوى محمد شبهان عبد المنعم لصة عبدالشافي صادق كتير جدا من الزملاء في الأهرام الرياضي نتاج تجربة إبراهيم حجازي كان دايما وأبدا خالد توحيد عليه رحمة الله عنده حتى الإحساس بهذا الفضل وهذا الدور يعني فيه نجوم كبار لإبراهيم حجازي الكابتن أحمد مصطفى كابتن عزمين جاهد يعني كابتن محمودة بورجين الحقيقة ما فيش حد في الوسط الرياضي أظن أنه مهتم مش أنه يعني يدعو لها وأن يكون متواجدا شوف يعني أنا أقولت لك أنا أقولت لك هي فعلا الإنسان القيمة القيمة والسيرة هذه السمعة الرحمة الله عليه اللي سابها عند الناس سايب فراغ عسى أن يعني يعني ربني يبارك في علي علي ابنه من المتفوقين في كلية الإعلام في الأهرام الكندية جامعة الأهرام الكندية وعين معيد فيها بسم الله ما شاء الله فهو وأخته إن شاء الله تعالى ربنا معاهم وربنا يساعدهم ويحفظهم منهم ما يحققوا كل طموحات خالد فيهم لأن الحياة ما كانت سايبلهم كنز كنزي من السمعة في فترة من الفترات قال لي شوفت علي عايز يسيب التدريس وعايز يسيب السلك الأكاديمي وعايز يشتغل في المهنة وأنا قلت له لأ أخليك في الدراسة أحسن وخليك في الجامعة وبعد ما كان بعد عنها شوية رجعوا تاني فإن شاء الله تعالى ربنا وفقوا ويحقق فيه كل طموحات خالد اللي كان عايز يحقق إن شاء الله ويكفيهم فخرا إن هذا الإذ من الاحترام والسيرة العطرة بإذن الله هساعدوا في المشوار حياتهم وتكون نبراس ليهم بإذن الله ده رصيد حي ودي سمعة طيبة ودي شواهد هذه المسيرة النقية اللي بندعو الله سبحانه وتعالى كل هذه المشاعر وكل هذه الدعوات الطيبة الخالصة تكون في ميزان حسنات الأخ والصديق الغالي خالي التوحيد قيادات الأهرام وقيادات العمل الصحفي كله وقيادات الحركة الرياضية الحياة على مختلف الانتماءات والألوان الكل كان حاضر يعني ألف رحمة ونور على الصديق العزيز مهما استطردنا في الكلام كل كلمة هنقولها إحنا صادقين فيها وكل كلمة استحقها استحق أكتر منها استحق كتير رحمة الله عليه استحق كتير واعتمنا أن الكل يدعي له لأنه مؤكد أنه في دار أحسن من دارنا خالص بإذن الله بس عسى أن احنا نستوعب ننخلي حتى سريطنا عطرة قدام الناس ما يبقىش حد بقولك الحمد لله اللي ارتحنا منه طيب هنروح سرادق العزاء في عمر مكرم وبعض الجوانب التعليقات والحوارات عن الصديق العزيز والراحل الغالي خالد توحيد الزميل كريم أحمد أجراها مع عدد ممن حرصوا على تأدية واجب العزاء نشوفها ونطلع بعدها الفاصل مستمرين معكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة القناة للنادي الأهل وعزائل دكتور خالد توحيد رئيس القناة التوافد طبعا شخصة العامة نجوم الكرة كابتن اسماعيل يوسف طبعا أحد نجوم من هذه الزمانة ومتخبنا الوطني بقاء لله كابتن اسماعيل يمكن الكل متواجد الرموز كلها الرياضية والشخصات العامة فقد نقيمة وطيبة وشخصية بتحب الجميع كابتن اسماعيل البقاء والدمام لله سبحانه وتعالى وبعزي أسرة خالد وبعزي مجلس دارتنا دي الأهلي وبعزي جمهورنا دي الأهلي خالد كان أخ عزيز علي ممكن نفس الجيل مشوفش منه حياة لكل احترام وآدب الله ارحمه يحسن إليه ويجعل مسوال جن إن شاء الله الله خير شكرا الحياة دكتور خالد توحيد زاملنا بعض في سي بي سي تو كان البرنامج بتاعه قبل برنامج بتاعه على طول كما كابتن شبيرو أنا من الناس اللي بحباه جدا على كافة المستويات إنسان شديد التميز والأدب والأخلاق الرفيعة وإنسان عمره ما غيرت في أي حد يعني أبجاد أنا حزنتي جدا جدا عليه وتفاجئت بالخبر لكن طبعا عمره ما حيعز على اللي خلقه وأنا أتمنى إن الناس كلها تبقى في أخلاقيات الدكتور خالد توحيد أدب والجم عدم من فعاله اللي عمره ما بتخطى الحدود يعني أنا نفسي نفسي بقى زيه يعني نفسي ما قدرش توطر كده هو كان عنده ميزان دقيق كده وكان زي ما بقوله ابنموت الله يرحمه ويحسن إليه ويخلي أولاد ولو وندعوه كلنا بالرحمة وفي الأول وفي الأخر بقوله لكل الجمهور اللي بقى ببقى متعصب ومتنرفسه بتاع الدنيا مش مستهلة كل ده خلنا نستمتع بالرياضة خلنا نحب فرقتك وشجعه وكل حاجة في الدنيا بس خلي الأخلاق قبل أي حاجة في الدنيا عندنا بتطلق أمم الأفريقية وحنبقى محتاجين للزمالك والأهل وكل الأندية إن شاء الله أشكرك أشكرك أعمين يا رب طبعا ربنا يا رحم أستاذ خالد التوحيد وأستاذ خالد بالنسبة لنا عن مستوى الشخص طبعا ده أخ كبير ويعني حاجات كتير ما ينفعش الحمد للرب أعمين بس بالنسبة لي أخ كبير يكفي اللي نحن شايفينه طبعا ربنا يحسن ختمتنا جميعا وأنا بعز أسرته وهو يعني ساب وراه خير خلف لي يعني ابن عالي ده من الناس المحترمين أستاذ معيد في كلية إعلام ربنا وفقه وأهل بيته ربنا صبرهم وكل منقوله احنا أهلو لأننا يعني أستاذ خالد بالنسبة لنا وبالنسبة للعائلة يعني منه هو تدرك في الوظيفة الإعلامية يكفي اللي هو احترم مهنته بشكل محترم جدا مصدقية في الإعلام وهو ده هنتكلم فيه ناردة انت شايف كل الإعلامين حاجة بصراحة يعني ربنا الحمو مش هتدركه أكتر من كده وهو موجود معنا وإن شاء الله بإذن الله يعني أسرته بالنسبة لنا احنا يعني عز نادي الأهلي وعز جميل نادي الأهلي لأن انت فعلا نادي الأهلي وقناة نادي الأهلي يعني مش هنرخصت هو أكيد في مكان أحسن بكتير من اللي احنا فيه ولكن أستاذ خالد أتمنى كل بقى يعني أصدقاء وتلاميذ والناس اللي شغالة في المجال نفسه يحزوا حزوا الإعلام المحترم الإعلام اللي احنا أنا أنا واحد من الناس كنت بتعلم منه كتير جدا وكنا بنتكلم كتير جدا جدا في الأضاء اللي احنا موجودين فيها وإزاي هو بردو كان بيدي المواضيع وفعا مش هنرخي ربنا يلحمه يعني ربنا يلحمه ويسبل أهله إن شاء الله بإذن الله الله يخليك شكرا والله يعني مع ما أنا أعرفش أتكلم في الظروف الزي دي بس كفاية اللي احنا شايفينه مظاهرة حب في خالي التوحيد دكتور خالي التوحيد الله يرحمه ويخفر له يا رب ويرزق الجنة بإذن الله ويصبر ابنه وامراته وأسرته يا رب ويليهمهم صبر وسلوان فعلا ما أقدرش أقول حاجة غير إنه أنت شايفه مش أنا أنا أنت الكاميرا شايفة ومظاهرة حب سواء في الجنازة سواء في المقابر سواء في العزة ربنا يرحمه ويخفر له دكتور خالد كان من الناس المحترمين جدا والناس اللي ألم وبيستخدموا للحق بس ما أقدرش أقول أترى من كده يعني ربنا يرحمه ويخفر له يا رب ويصبرنا ويصبر جمهور الأهلي ويصبر يصبر قناة النادي الأهلي وإن شاء الله وخالد بتوجهات وقرارات واللي كان ما أتخذ قبل كده أعتقد أنها هتكمل وهتبقى أحسن إن شاء الله يا رب بإذن الله بإذن الله شكرا 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 الله يرحمه ويحسن إليه طبعا والحب واللي إحنا شايفينه دي ومظاهر الحب دي بتدل على مكانت الدكتور ومكانت بين قلوب كل الناس سواء كان زملاء سواء كان والناس بتشتغل معها سواء كان ناس على علاقة بيهم وطبعا ما فيش كلام ممكن أقوله أكتر من الكلام اللي بيتقال قدامنا ذا الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته كان راجل محترم راجل صديق راجل أخ راجل بكل معنى كلمة يعني والحمد لله بالعالمين أدى رسالته على أكمل وجه وإن شاء الله في الجنة مع الصدقين والأبرار حسن الخاتمة زي ما تحاكلت والدنيا دي مش مستهلة كل ده والله العظيم وحسن الخاتمة دي أحسن حاجة أستاذ خالد قيمة وقامة ومكانة محترمة جدا جدا مفيش أخارف عليه أهلاوزة مالكاوز ما علاو كل الناس قايت لك أول ما توفى رحمه الله يعني أخلاق وأخلاق وكان صاحب محترم إزاي وكان شخصية وهو بيكلم في أي خضايا من وجهة نظر محايدة ومحترمة جدا جدا الكورة مش مستهلة كل ده جماعة والله والدنيا مش مستهلة كل ده وإلى لازم يعني يعني فعل واحد مش عايز أولك مبسوط بس أن يبقى حسن خاتمته في الجامعة وفي المسجد بهذا الشكل بان على الدين السندك المحترم كل الناس بتحبه وكل فئات المكتناعة تحبه فاربنا ربي صبر أهله إن شاء الله ونأت معلم كلنا ونبقى يعني نتحاول نبقى ماشين زي وجل ده ما كان ماشي إن شاء الله شكرا يا فاندر شكرا لا خالد من التمانينات من وانا العيب وحف صغير في الأرام وعلاقة فيها صداقة وفيها احترام وبعدين زادت بقى لما كنا سوا في استوديو واحد أنا هو والشيخ طاسمهيل كلام ده من عشر سنين أو حداش السنة حققنا نجاح في القناة وهو إنسان ملتزم ومثقف وعنده عنده حس إعلامي جيد نعم لما بنيجي نعف عند الموت بقى خلاص ما نقدش نقول حاجة ربنا يصبر أهل وعزائنا لأسرة النادي الأهلي وأسرة قناة الأهلي ومؤسسة الأهرام والإعلام الرياضي كله لأنه فعلا الحقيقة حتى حتى الطريقة اللي توفى بيها مريحة وهدية فالله يرحمه يعني مع النش كلام كتير نقدر نقوله غير البقاء لله يعني شكرا والله إحنا فقدنا أخ قبل ما يكون زميل الله يرحمه دكتور خالد كان راجل من قبل بيجي دكتور خالد شخصية محترمة جديرة بالإحترام وإحنا الحقيقة بنعزي نفسنا قبل ما بنعزي أي حد تاني أو ده فقيد للإعلام المصري والصحافة المصرية وربنا يرحمه ويعود أهله بالصبر بقى والسلام إن شاء الله شكرا ألف شك بقاء الله ونعم بالله طبعا أستاذ خالد غير عن التعريف وديكوا شايفيني الجامع الجايين نهاردة يعزوا فيه الراجل يعني سرته على كل الناس سيرة جميلة جدا حقيقة استقبلنا خبره كنا في النادي يوميها وأنا كنت موجود في النادي في نفس الوقت في توقيته الراجل توفى وهو بيصلي ده وكلنا كنا في الجامع معاه حقيقة كانت مفاجأة صادمة لنا كلنا والراجل الحقيقة كل أخبار وكل الناس تكلم عليه مفيش حاجة يعني سيرة والحقيقة مش عرف أتكلم يعني بس هو الحقيقة بقاء الله وربنا يرحمه رب أنا كنت موجود في الجامعة يوميها في صلاة الظهر الحقيقة وبقاء الله يعني يعني احكينا اللي حصل بزبط في الجامعة دكتور شوية وسر لله يعني مفيش حاجة الراجل فيه هدوء جدا وهو بيصلي ومن قيمة الراجل ده اتوفى هو بيصلي يعني هو بيزجد لربنا سبحانه وتعالى فنتمنى له إن شاء الله أنه هو في مكان أحسن ونتمنى كده لأسرته الصبر وربنا يرحمه رب في مكان أحسن مننا كلنا ربنا يرحمه أنا يرحمه مقاعد الله خالد توحيد بن موت يعني شيء ما حصلش وأنا عرف وعرف وثيقة كنت بشتغل وبعين كنا مع بعض من كم شهر كده في الإمارات في برنامج هناك وعندنا في القتل يومين ثلاثة مع بعض ساعد بيه مستمتع بيه أخلاق إيه وأدب إيه وعلم إيه وسخافة إيه واحترام إيه خالد تحقيق خسارة جدا كبيرة لمصر مش خسارة لأسرته بس يعني فأنا حقيقة يعني متأثر جدا لفقد خالد بسمات الوفاة ووفاة برضو ربنا سبحانه وتعالى كان معه فيها يعني الصبر وصوان العيلة وليه نحن كبير شكرا جدا ورساعدة جدا ورساعدة جدا طبعا النهاردة تابعته قرار مهم جدا لمجلس إدارة النادي بشأن مسابقة الكاس وبشأن مباراته مع بيراميدز واللي حاصل فيها والقرار المهم جدا اللي بيأكد فيه مجلس إدارة النادي لأهل تمسكه بثوابته وحرصه على حقوقه الطبيعية والمشروع طبعا نستعرض ده بالتفصيل لكن كمان في الشأن الكروي يوم الحد إن شاء الله الساعة 4 والأهل عنده مباراة مهمة الحمد لله الفريق واصل مسيرته حقق الفوز السابع على التوالي دي مسألة كانت مهمة جدا إلى أن وصل إلى محطة البحر الأخمر ينزل فيها عشان يواجه الجونة ساعة 4 يوم الحد إن شاء الله الحد الأهل والجونة باشموندس الأهل هيكون بيلعب المباراة رقم 42 له السنة دي في كل البطولات اللي شارك فيها أيه في مقابل عشان بس الأرقام تبقى مهمة للناس في مقابل أن الزمالك لعب 34 مباراة وبرامدس مدام اعتبرناها منافس ثالث زي ما بيتقال لعب حتى الآن 24 مباراة الأهل 42 هي بس تبديلات الأرقام يعني الأهل يلعب 42 الزمالك يلعب 34 بيرامدس يلعب 24 شوفوا الفرق في عدد المباراة ولسه الناس بتتكلم على أنه ليه الأهل عمل مشكلة ويمكن حضراتكم تبعين الفترة الأخيرة لما نتائج الزمالك اهتزت شوية بدأ يتكلموا على الإجهاد وضغط المباراة والسفريات الأفريقية يعني لما تسمعوا الكلام ده الحقيقة لازم أن الأهل يتعمل له تمثال كبير قوي أنه متحمل كل هذه اللعبات سريعا الأهل والجونة الأهل 45 نقطة في المركز الثالث أو الثاني متساوي مع بيرامدس في هذا الرصيد وإن كان للأهل مطشات مؤجلة عن بيرامدس الجونة في المركز العشر عنده 26 نقطة أوجه الشبه الكتير بين الأهل والجونة تتمثل في الإدارة الفنية كابتن حمد الصدي يدرت الكورة كابتن حسام غالي ثم بعض اللعبين المعارين المتميزين أبرزهم حاليا أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفي والجزار الحقيقة نادر شوقي أدار فطرة انتقالات الشتوية بكفاءة واستفاد من موقفه الإيجابي في موضوع رمضان صبحي والمجود بيسر وحصل على إعراض نقاها بعناية يعني مدافع خط وسط صانع ألعاب مهاجم كلها عناصر شابة العمود الفقري وكلها كانت تلبي وغب عند الأهل أن يروحوا حتة يقدروا يلعبوا فيها ويبقوا مع بعض هي جات مع بعض بعد كده أن الحمد لله أن يبقوا مع بعض يعني هما الاتنين اللي راحوا مع بعض كان أحمد حمدي وأحمد ياسر الاتنين التانين راحوا اقتباعا وما كانش الجزار محسوم أنه لما جاي ياسر إبريم بقلنا فرصة أن الجزار يروح يلعب بانتظام الحمد لله بيعبروا على النفسون بشكل جيد جدا كمان الاستعانة بحسام غالي حيروح يلاقوا نفس المدرسة ونفس المناخ وهي خطوة موفقة للجميع يعني نرجو أن أن تستمر والجونة برضو يجني طمار هذه الخطوة وبالمناسبة يعني كان فيه كلام أن الجونة أو تصريحات نسبت إلى بعض المسؤولين هنستأذن الأهل أن اللعبة تلعب ضد الجونة ده اللي أنا عايز أسألك فيه لأنه الحياة ده السؤال بتاع بكرة وبعد بكرة حيتقالك اللعبة اللي برزت أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لعبوا دور مهم جدا كان فيه فوز الجونة على بيرامدز فهل هيشاركوا في مطش الأهلي العقد العقد الإعارة اللي بين الأهلي والجونة يسمح بمشاركة لعب الأهلي المعارين أمام الأهلي لا 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 يسمح لا لا فيه السلاسي على الأهل وكان فيه التزام أدبي في موضوع الجزار ما عرفش يتم فيه إيه لكن وهو القضية دي احنا أصرناها قبل كده وأنا كان ليه رأي فيها وقلت اتحاد الكورة يا إما هو اللي يقننها يعني أسمح للكل بالمشاركات ما فيش حاجة أسمها أن ينادي يمضي 23 لاعب وال15 لاعب ويعيرهم لمعظم الأندية بعدين كل الأندية ما تلعبش لعبتها قدامه ويجي النادي الأهلي هتبقى السزاجة إدارية أنك أنت ما تعملش نفس ما عندناش مشكلة أن لو كان ده يعمم الحقيقة أنت أكتر حد قبل المركات الشيطة وما يبدأ هنا طالب تبدأ لما أثيرت المسألة بين الاتحاد السكندري ونادي الزمالك قلت أننا بنطالب اتحاد الكورة أنه عقد الرعاية يكون بيسمح للنادي اللي بيستعير لعب أنه يشركوا ضد ندي الأصلي أو يسبوها يعني 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 تعمم بالحظر أو بالمشاركة لا ينفعش أن النادي يبقى بيستمتع بأنه هو يطلع عارات كسيفة لمعظم أديت مصر وبعدين ما يلعبوش ضده فخلاص احنا اضطرنا احنا كمان ننهج هذا النهج واحنا عملناها بطريقة كمان فيها تقدير أو فيها اعتبارية أن احنا ما كناش بنبالغ في المقابل المادي نظير هذا الشرط يعني في الجون احنا تعاوننا جدا في المقابل المادي وحطينا هذا الكلام اللي هو اسوأ بما يدور حولنا بس النهاردة لايقوا خشي بسيف الحياة احنا في إقدارات محترفة دلوقت ماينفعش وعايزين بعد ذلك وماينفعش كمان إن احنا نقحم لعبتنا دي دي النقطة اللي أنا بس نفسي نفسي بقى ما حدش أعملها مع الندي ما تخموش اللعيبة ويطلع ويقولك نتمنى الأهل يوافق نتمنى ده ده مش صح ده مش صح وعلى فكرة لو كان لنا رأي احنا كبرنامج الرأي ما تغيرش عشان حده هيطلع يقول انتوا قبل كده كنتوا بتلوموا على الزمالك إنه بيمنع لعبته المعارين يلعبوا ضده آه بنلوم على المنع إذا كان حصل من الأهل أو من الزمالك بنلوم على المنع ورأينا الثابت والواضح جدا النادي اللي بيستعير لعيبة لازم أن يكون عنده الحق يستخدمهم في كل مبارياته ولما تقالصوا الدوري الإنجليزي اللاعب ممنوع قولنا يا جماعة ده معمم على الجميع في الدوري الإنجليزي احنا بنطالب بدأ عمم أيوة يا بالمنع عمم هذا القرار منعا أو منحا للجميع يا الكل منحاقه يشرك اللاعب المعاراة يا كله ما ينفعش يشرك اللاعبين المعاراة ده ميزان تكافؤ الفرص والعب الضبط بس لكن ساعتها يرد اتحاد الكرة يقول لا ما نقدرش نمنع ما نقدرش نتدخل العقد شريعة المتعاقدين طب أما وإنك أنت ما سمعتش الرأي اللي احنا طالبنا به وطالبنا بتعميمه على الكل يبقى كل نادي هيستخدم نفس المبدأ الاحترافي لا خلاص انت أحلتني إلى العقد بس فانا عملت في الشرط اللي بيستفيد منه غيري اها بس طيب دي ظروف مباراة الجونة اللي ان شاء الله تستمتعوا بياه وان شاء الله الاهل يواصل بما اننا جبنا سيرة الجونة انا محتر مسيرتهم جدا جدا صحيح لا لا كابتن حماد الصدقي وعملين فارق اداري وفني على ذكر اللاعبين برضو واستعداد الاهلي لهذه المباراة المهمة في فحصات طبية للسلاسي هشام محمد ووليد سليمان وحسام عشور عشور زي ما حضراتكم فاكرين كان عنده اصابة في منشأ العضلة الامامية ووليد سليمان كان عنده اصابة بجزع في الرباط الداخلي للرجبة وهشام محمد كان اشتكى من العضلة الامامية في مباراة الداخلية الاخيرة في فحصات للتلاتة ويتحدد في ضوءها موقفه من دخول المرحلة الجديدة من التأهيل وهشام محمد بينتظر الفحصات لتحديد دخوله المراني الجماعي او تأجيله في برنامج بدني للعيبة قبل السفر الى الجونة تحت قيادة اليخاندرو مدرب الاحمال البدنية لتجهيز اللاعبين لهذه المباراة النهارية لان المباراة تكون الساعة اربعة فان شاء الله يتمكن لعيبة الاهلي من الاستمرار على هذه الدرجة العالية من الاداء طيب زي النهاردة ولكن من فترة بعيدة من 1944 19 فبراير 1946 19 فبراير 1946 توفي رئيس للنادي الاهلي كان وقتها او لازال تاريخيا بيحمل هذا الرقم المتميز جدا احمد حسنين باشا اول رياضي مصري في التاريخ يشارك في دورة اولمبية شارك في 1912 في ستوكهول في اللعبة سلاح الشيش وكان في بروكس العشرين ضمن منتخب مصر للسلاح ده اول رياضي مصري في التاريخ وكان كبير اليوران في البلاط الملك ولو اسهمات وطنية كبيرة الحقيقة هو تولى رئاسة النادي الاهلي من يناير 1944 لفبراير 1946 ما طولش كتير لكن كان له جهود كبيرة حتى في فترة السنتين دول يمكن اقنق عبود باشا انه يمول عملية انشاء حمام السباحة في النادي الاهلي وفي عهده انشئ حمام السباحة في النادي الاهلي فرج الرائد الحقيقة سواء على مستوى الانجاز على المستوى الرياضي يعني كان ده اول استدراج لعبود باشا انه يخش النادي الاهلي بشكل فعال ويقع عشان يبقى رئيس النادي لحد 1960 لحد ما تقممه مش وسافر برا وتوفى في الخارج احمد حسنين باشا حدث وفاته كان غريب جدا كبر قصر النيل الكبر المواجه للنادي الاهلي مباشرة كان جاي النادي بعربيته حدثت محاولة اغتيال بسيارة تابعة للجيش الانجليزي هل سلطات الاحتلال دبرت هذه الحادثة السواء وقتها قال ان العجل اختلت منه واستضمت بسيارة احمد حسنين باشا هل المسألة كانت مجرد حادث عابر راح ضحيته رئيس النادي الاهلي ولا المسألة كانت مدبرة لأسباب تتعلق ايضا بأدوار وطنية سخافة الاغتيالات بالكباري كانت في الفطرة دي يعني كبرع بس تفتع الطلب المتظاهرين اسمهان وقت في النيل احمد حسين باشا طم دفعه بالسيارة واصطدامه على كبرع اصل النيل يعني يلفت نظرك ان ثقافات وقاليات معينة في كل حقبة زمنية كده وعلى كباري الفكر بيتطور دلوقتي كباري ايه دلوقتي على العجل على العجل الموت مشى على عجل ربنا يحرص مصر ان شاء الله ويرحم ويعني يجازي شهداءنا اللي بيصاروا بنيابة عن مصر كلها بيستشهدوا عشان يعيشونا في امان بني حميهم يا رب في 20 فبراير 2014 الاهل فاز بكاس السوبر الافريقي للمرة السادسة في تاريخه كان تغلب على الصفاقس التونسي 3-2 سجل محمد ناجي جده هدف وعمر جمال هدفين زي ما حضراتكو شايفينهم يعني جده برضو لسه حتى الان يمكن المباراة الاخيرة مع الجونة برضو تأثيره موجود لا ولعب عنده خبرات وعنده مهارات وفرود موهوب يعني وعمر جمال بعد ما تسجل يمكن اصيب اصابة خفيفة ان شاء الله يرجع منها ويدعم قوة الهجوم ان شاء الله ان شاء الله مين اللي سجلوا الجونة بقى بتاع الصفاقسي ده عمر جمال لا ده مين بقى ده علي معلول اه شفت بقى الاهلي برضو يعني تجيب انيس بوجلبان من الصفاقسي وتجيب علي معلول من الصفاقسي اه والاتنين كانوا كبات من ابناء الصفاقسي يعني حتى الاتنين ما لعبوش الا الصفاقس بس انيس بيعيش تجربة مستمرة محترمة جدا في علاقته بالنادي الاهلي الحقيقة على تواصل حتى الان باستمرار بوفاء وبحب طبعا مع كابت الخطيب وولاية توانى انه هو يقدم لنا مقترحاته واتصالاته شأنه شأن جلبرت وفلافيو حاجة تفرح محترفين لما بيخرجوا برا نادي الاهلي عايزين مرة نقف كده عند هذه المشاعر اللي عايشة جوه الناس اللي مش مصريين وبقاهم اهلوية قوي أيو يعني سواء المدربين فايس حتى كنوا بالي للعب ستو شهر مانو الجوزيه كنوا بالي جلبرت وفلافيو وانيس بوجلبان وكتير الحياة من اللعيبة والمدربين فليكس احمد فليكس اللي مشي والاهل جواهم لسه هنقف عندها ان شاء الله لانه هي دي البسئولية لدى النادي الاهلي ازاي تقدر تكون معبر جيد وإيجابي عن بلدك وعن وطنك وعن نديك وازاي كل هؤلاء الأجانب لما بيتعاملوا معاك على صعيد العمل يخرجوا وهم عندهم فعلا هذا الرصيد الإيجابي الكبير من الحب كتير من المدربين وهم بيمشوا من النادي الآلي بيعيطه مرة فاكر ديكس الألماني بعد ما اه طبعا تعاقد مع الاهلي فترة قريبة جدا وخد الكياس وهو ماشي اللاهل عاملوا حافظة كريم بيبكي مش عايز يمشي كان في المريديان ايوة وكتير غير شوفوا اسمعوا جلبرت هو بيتكلم دلوقت اسمعوا فلافي اسمعوا أنيس بوجلبان شوفوا كل الناس اللي مشيت لا لا لحد بيشتكيف الفيفا ولا حد بيرفع عليه قضية ولا حد بيتهم الأهل انه أكل حق ولا حد بيطلع الأهل بيهدده ويقول له لازم ان تمشي العلاقة بتمتد في عمل محترم جدا وخدان إبراهيم مشكلة الناس مع الأهل حقيقة أنا سعاد معودة تأمل هو ليه ليه فيه أزمة مع النادي من أي جهة من الجهات يعني تصوير الأمر كمان إن الأهل عايز يفرد مرة وحنقرأ الكلام في البيانات اللي بتطلع ما فيهاش أي ضغوط غير إنك بتطلب بتقول أنا من وجهة نظر ده حقي وده الصح وغيري بيطلب يبقى هو لما غيري يطلب يبقى ما بيضغتش بس أنا لما أطلب هو بيضغت ليه في لافيو مساعد مدرب بترو أتلت كل لعب الزمان يوم الحق طيب قلتلكم في البداية قلتلكم في البداية إنه النهاردة كان قرار مهم جدا لمجلس إدارة النادي الأهل استمرار للقرار اللي اتاخد في الجلسة السابقة والكل تابعه والكل كان الآن الحقيقة شفت كتير على السوشيال ميديا الناس كان بتسأل الأهل يتراجع في ضغوط على الأهل 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 أغير رأيه الأهل أيلعب ماتش الكاس الأهل ما عرفش إيه ويطلع حد يقول لا أصول الأهل خافي لعب بيرامدز مش عايز لعب بيرامدز خاف منه يعني من أما الأهل بيقولك ألعبه في الدوري هو مين خاف من مين بتتكلم على الأهل لا أغير رجع المبارزة ما كانت الأهل قال أنا هلعب وفق الجدول الدوري يعني الأهل بيرحب بيرامدز يوم 28 في الدوري في سياق الجدول إنه بيرامدز يضغط ويقول لا رحل ديت وحطها لكاس بلاها نادي وخد سوسو لا إلعبه مع بعض يبقى النادي الأهل واللي بيفرض آه إزاي يعني إلعبه مع بعض يعني يعني هو نفس اليوم ونفس الأطراف اللي قال ما طلبش لا التأجيل ولا تغيير الطرف هو عايزه وبعض جواب فهمونا ليه بتغيره يعني يعني وحش بيرد عليه غير بيترد عليه بالحصولية عارف ليه يا أستاذ إبراهيم دائما إحنا في إدارتنا للأزمات لازم واحد يعلم على واحد دائما مخشها من منظور مين يكسب في هذا الخلاف مع إن الأزمع عبارة عن إيه مشاكل يجب حلها أيبا لا فيها انتصار لشخص ولكن فيها انتصار للمنطق انتصار للحق فيها إن أنا بطلب طلب بطلبه بكياسة وبيهدوء وبدون شماتة ولا بطلع لما باخد حقي ولذلك أنا مش مبسوط من نغمة هو الألي حتراجع هو الألي حيصمم مش عارف إيه هذي هذي كلها عبارة عن مشاعر متصدرة غلط لأن أصل الموضوع لا فيه إصرار ولا فيه تراجع الموضوع فيه إحنا بنقول إن ده الصح وقل لنا مبرراتك المنطقية التي سقطها بتقول عايزين نلعب المتشاط بترتيبها طيب هتمشي المعيار ده عالكل ولا هتمشي علي أنا الوحدي هو ده موقف الأهلي انت وبعده بيقولك فهمني انت بتغير ليه طب طلب من أنا هلعب نفس الشخص ليه بتغير تقول ده دوري ولا كاس هو هو نادي الأهلي يعني يعني فرصته إذا كان البعض يرى أن بيراميد يعني فرصته في الكاس باتت أهم من فرصته في الدوري ممكن جدا الناس كتير تكون شايفة كده للأهلي إلا الأهلي الأهلي شايف أن فرصته في الدوري قائمة وقائمة هو بقوة وبيسعى إلى هذا أننا لفضلت ماشي في نجاح مليش دعب غيري هتنتهي المسألة أننا بإذن الله أفوز بالدور طيب هو فين فين الخناءة هنا طلع سب حد طلع تري على حد طلع لقاح كلام على حد طلع بكيد حد أبدا ما فيش كلام من ده هو الذي يتلقى كل هذا هذه المشاعر وكل هذه الاسئة الاسئة آه كل هذه الاسئة التعامل هو اللي بيتلقاها وحتى في اجتماع النسغة بانا في اتحاد الكرة بتقولك هو الأهل ازاي على سن البعض يعني ييجي ويمشي ييجي ويمشي لأن أنت أنت أولا في خطأ وواضح الموقف من أول ديئة أن الأهل مش هيضر يقعد لقعدة دي في ظل إهانات مستمرة أنا شاكي رئيس نادي ورئيس نادي معاقب أنا شكيه بيني وبينه شكاوة فأنت جبتهولي نقعد مع بعض أنت اللي خلقت الأزمة وفي هذه الجلسة يتم التجاوز في حق الأهلي ولا ينطفض أحد في اتحاد الكرة الدفاع من نادي الأهلي وبعدين الناس مندهشة هو الأهلي يعني بيعتب علينا وبشتكي بشتكي ليه أستاذ إبراهيم الأهلي لما اشتكى مش أول واحد اشتكى في اتحاد الكرة صحية هقولوك القرار وبعد كده نقف عند نقاط كتيرة ومهمة جدا مهمة جدا النهاردة قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه برئاسة الكابت المحمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارق اللي عقد بتاريخ 9-2-2019 وكان نصه في هذا السياق الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكاس استجابة لضغوط أي طرف خاصة وأن التحاض الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية نقف هنا لحظة يا صديقي أبراهيم هو أنا لم أقول أنا متمسك بالجدول اللي أنت بعتولي ومتمسك برفض تغيير صفة المباراة يبقى أنا اللي بفرض رأيي يبقى أنا اللي بضغط عليك أنت اللي غيرت مش أنا أنت اللي آخرين ضغطوا عليك وخلوك غيرت قال القرار وتم اختار اتحاض الكرة بهذا القرار في عشر اثنين 2019 يعني التاني يوم للاجتماع قبل إجرائه أي تتعدلات جديدة على جدول الدوري كما قرر المجلس اليوم التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاض الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية مزعالة البعض دي طيب ها انت قلتلي انهم مزعالة عبد على يعني في الأزمة بحب أتكلم وش وحب أقول لك وقول للرأي العام كله هذه أزمة عناد وانا لما بتكلم بقول ده معلومة دي معلومة حقيقية الاجتماع بدأ بالوقوف دي احداد على الروح العزيز الغالي الدكتور خالد توحيد بدأ الاجتماع بهذه الوقفة واترحهم على الروح بقول لكم انه اللي حصل في هذه الأزمة من الآخر اتحاد الكرة بيعند والكلمة لمسؤول في الاتحاد عشان اقول لكم ما بقولش استنتاج ولا اجتهاد قال لك احنا بنعند هذا الموقف بعد ذنك سبب اتحاد الكرة زعلان ان النادي الاهل اشتكى اتحاد الكرة للاتحاد الافريقي ويرى في دا انه دي اساءة في حق المهندس هاني ابو ريد رئيس اتحاد الكرة وعضو لجنة التنفيذية في الفيفا انا بقول لكم التفسير الحقيقي للازمة اه فيه اطراف بتضغط فيه اطراف بتتجامل فيه اطراف لها مصالح فيه اطراف اعدى مستنية فيه اطراف راجبة على كتافهم كل ده موجود وفيه اطراف داخل اتحاد الكرة على اتصال وسيق على 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 ابسط الالفظ تهزيبا بمصادر التأثير ماشي لكن في الاساس هو ليه الاهل اشتكى لاتحاد الافريقي طيب الاهل باشموندس محسش بالانصاف فراح اشتكى يعني يعني مطلوب منه يعمل ايه يعني انا عايزة اسأل في اتحاد الكرة وانت هتتاخذ هذا الموقف حدد لي طلبتك من النادي الاهلي كان يعمل ايه النادي الاهلي دعية الاجتماع في جلسة وصفت بالرسمية نفكركم بالجواب اللي جي للنادي الاهلي من السيد سروة سويلا من المدير التنفيذ الاتحاد الكرة وهو بيقول له وعليه قرر مجلس الادارة دعوتكم قرر مجلس الادارة لو حد عايز يفهمني انه قرر ده مش قرار يبقى عندي مشكلة في اللغة لما يتقل قرر مجلس الادارة دعوت ناديكم رئيس النادي او من ينيبه من اعضاء مجلس الادارة تمثير تمثير رسمي لاتخاذ قرار بشأن المسابقة والموسم لاتخاذ قرار انت بتدعيني على مستوى رسمي بجواب رسمي باختام رسمية بناء على انت بتقول ده قرار مجلس ادارة في جلس رسمية والغرض اتخاذ قرار وقلنا لكم ساعت هو كده يبقى رسمي ولا وصفي ولا هندي ولا ايه ده يبقى ايه يعني ده تسموه ايه طيب لما النادي الاهلي يلبي هذا الاجتماع على فكرة بعد كده بعت له جواب قال له قول لي جدوى الاعمال الاجتماع بعت رد سروة بجدوى الاعمال طيب رجع الاهلي قال له بتاعي اللي هيحضر هيكون مكلف بوجهات نظر النادي في هذه النقاط اه ما تخرجش براه قال له فعلا ايه الغلط في كده ماشينا هو بشكل رسمي طيب لما اروح الاجتماع بهذا الشكل واجتماع فيه الصفة الرسمية الكاملة عشان انا بقول لكم تابعوها بتجرد شوية ولو الاهلي غلطان شاوروا على الغلط يلتزم الاهلي بكل هذا الترتيب الرسمي للمسألة ويروح الهندس خالد مرتاجي انا ادعو جميع الجماهير مش جماهير الاهلي بمتابعة كل كلمة بنقولها ويفكروا معنا ويطلع يقولوا رأيهم طيب الاهلي تأكد من ان الجلسة رسمية ومش لا بيرخم ولا بيغلس الراجل عضو مجلس الادارة اللي رايح او حتى رئيس مجلس الادارة اللي رايح رايح يحمل وجهة نظر مجلس الادارة تجاه هذه البنود مش باجتهاد شخص منه ده مش في العمل المؤسسي رايح يناقش ثلاث بنود البند الاول رأي المجلس كذا البند التاني رأي المجلس كذا البند التالت رأي المجلس كذا ما تقوليش بند رابع لان انا ما نقشتش المجلس في ده انا مش بعبر عن وجه نظر الشخصية فيروح المهندس خالد مرتاجي طب انتو كاتحاد عارفين انه السيد رئيس نادي الزمال موقوف جالكوا جواب من اللجنة الاليمبية وجالكوا جواب من الاتحاد الافريقي افتح قوس هنا يوم السبت اتحاد الكورة عنده جمعية عمومية طارقة لمناقش التعديلات على لايحة النظام الاساسي بتاعت الاتحاد وبنود مهمة لغالبية اعضاء الاتحاد من ضمنها بند 8 سنوات وبعض البنود اللي هم عايزين يمرروها تعرف المشكلة خلال 3-4 ايام اللي فاتت ايه اقوى عرئيس نادي الزمال كي يجي لو جيه هتعتبر الجمعية بطلة لانه موقوف الله هو انت لما الجمعية تهمك عشان تماشي فيها مصالحك افتكرت ان الرجل موقوف ومعاقب وما ينفعش يحضر ولما النادي قال لك النادي النادي قال لك ده موقوف قلت له لا انت غلطان هو المشكلة يا سيد زبراهيم يعني بص ان النادي قال لانه نفس الشخص مع نفس الاتحاد تجاه نفس النادي في نفس المكان شوفوا المعايير اختلف اثمين لما الامر تعلق بالاتحاد ومصلحة افراد بقى اقوى يجي وعايز اقولك انه اخشى انه يكون ما تم انك رئيس نادي الزمال يتقدم بتظلم ضد قرار اللجنة اللي عقبته في الاتحاد لجنة القيم فيتم تجميد هذه العقوبة من قبل لجنة التظلمات لحين الفصل فمعرفش ايه ده تم النهاردة ده فيه قرار النهاردة كده اه تم تجميد عقوبة لجنة القيم في الاتحاد الا اوقفت رئيس نادي الزمالك ثلاث شهور عن حضور المباريات انت بتغلس مع الاهلي احنا وقفناه كلام انتم مكملين طب احنا ايه اجرائيا تظل يروح للجنة التظلمات ويتم تجميد العقوبة ده تم النهاردة بعد ما قرار النادي الاهلي طلع عشان تشوفوا مستوى التفكير وحجم التعامل في الازمة اداريا ماشي ازاي بشرط انه الراجل ما يحضرش الجمعية العمومية ومسابت عشان ما تبقاش بطلة لو 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 حصل انه رئيس نادي الزمالك حضر الجمعية العمومية ووقع ممثلا لندي الجمعية بطلة طب انتو هنا اعتبرتوه بطل ازاي في اجتماع الاندية وهي جلسة رسمية هتتحكوا عن الناس وتقولوا دي اعدى ودية لا اعدى ودية روحوا وقودوا على جنب انتو داعين بخطابات رسمية ومحددين جدوى الاعمال واقلين مع الامور كلها بشكل رسمي كامل طيب دلوقتي الموقفين النادي الاهلي الاجتماع اللي حصل لباش مهندس قيل انه تم خلاله الاستقرار على تعديل الكاس مع انه مباراة خاصة بالاهلي هل ده تصرف رسمي ولا لا وانا بنسى استاذ برايم عشان بقول لك لحظة انا بماشي معك انا كان في حاجة كنت عايز اعلق عليها في ساعة تنسيت المهم في الموضوع ده انت عايز تغير الكاس في جلسة بتقول انها ودية ها طب ازاي تقرر في جلسة ودية قرار ازاي تبعت لي بعدها جواب تقول لي تقرر لا بعد كده هو ما بعدش جواب قال تقرر هو طلع في الاعلام قال تبديل مباراة ايوة مش ده قرار هو تبديل ده ايه قرار طب ايه اللي قعد هذا القرار حوالي سبعة تامنة ايام ما 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 يعلنش لما هو اتخذ في نفس الجلسة يا سيد ابراهيم المسألة واضحة المسألة بتتشخصا ومش محطوط في حسابات حد مصلحة اي حاجة اللي يقولك هو مطلوب مني انا فقط ان اراعي المصلح العامة ومتخذ القرار مش مطلوب منه ان اراعي المصالح العامة يعني مطلوب الرضوخ المستمر وتحمل الاهانات وتحمل التعديلات والازعان عشان ابقى انا راجل متعاون والاتحاد يرضى عني ولما مر واحدة اقولك يا سيدي يقولي اسبابك ودي اسبابي نقشني بالحجة تحولها الى الى مسألة مين اقوى قالت ما انت بالقانون انت اقوى يعني انت انت بالقانون ها انت اللي بتمثل انت اللي معاك التمثيل الكرة المصرية لكن انا معايا ايه انا يعني هو المفروض ان انت تتصورني دائما ان انا بطت عليك بشعبيتي لم يحدث النادي الالي ضغط ابدا بشعبيته غير اللي بيعمل كده لكن النادي الالي عمره ما عمل هذا ده بالعكس دائما منطقنا جماهيرنا تشجع والقرار من داخل الاسوار ده موقف النادي الالي لذلك انا بقول يا جماعة ما تيجي نتجرد كلنا ونعمل من بنها مرة مش درون نبع اطراف ما تيجي نبص للمشكلة كلنا كده كأننا موضوع مطلوب حلو ونقول رأينا بشكل موضوعي كلنا امم التحدي الكرة داخل بيثبت ايه انا انا اللي بدير الكرة مصرية تموه طبعا انت اللي بدير الكرة مصرية بسياريتك تكون انت اللي بدير الكرة مصرية لان ما يحدث من تعديلات مستمرة بتوحي انك انت بيجي لك افكار وتبتدي تعمل حساب لبعض الافكار وتتجهل الافكار الاخرى احنا مش عايزين ان الموضوع يتحول الى مشكلة ولا اخناقة ولا ازمة الموضوع المفروض بلو علاج الازمة انك وانت بتحلها ما تبقاش باصص لمنظور مين يكسب مين اعمل الصح اعمل الصح اللي التاريخ هيحزبك عليه من المؤكد انه مجلس ادارة النادي في اجتماعه ده لا بيدور على اضعاف اتحاد الكرة ولا بيتحدى اتحاد الكرة ولا المسألة مصرع روماني خالص وبالمناسبة الاهلي لا يسعده ابدا ان انتحاد الكرة بضعيف ولا اتحاد السل ولا اي اتحاد هو عضو فيه لانه انا كنادي ببحث عن التفوق وببحث عن البطولة يسعدني ان انا العب في مناخ منضبط اتنافس في مكان منضبط هذا الانضباط لا يتحقق ان المجلس قوي يفرد القانون ده الاهلي بيقوله كده بقوله التجم بالليدتهولي ده القوة ففكرة انه يتحط في دماغهم الاهلي بيلعب كورست وهو اللي حيكسب وهو اللي حيكسر دراعكو ده نوع من تعرف دايمتا يا سيد ابراهيم ممكن نتصور كده لو انت بعبتلي جدول وانا قبلته بعد شوية عايز اغيره مش ان اللي عملت كده غير اللي عمل كده يبقى مين اللي عايز يلوي دراعك ومين اللي عايز يفرد عليك قراره الاهلي اللي بقولك تمسك بقرارك اللي على اساسه انا بنيت كل خططي انا بنحاز للمنطق وما بقبلش اي حاجة الا ليها منطق شوية حتى مع الاهل ضد الاهلي بس يبقى فيها جزء من المنطق واحترام العقل النادي الاهلي تحده كورة خلاصة الازمة زعلان الاهلي اشتكى في الكاف بالمناسبة انه رئيس نادي الزمالك عشان المسألة ماتتوشي فيه اربع عقوبات فيه قرار من اللجنة الالمبية من خلال لجنة الاخلاء والانضباط فيها فيه قرار من الانتحاد الافريقي لكورة القدم فيه قرار من الاعلى للإعلام وتم الطعن عليه او رئيس نادي الزمالك اخد حكم ضد قرار المجلس اعلى للإعلام وتم الطعن على الحكم وقرار رابع من لجنة القيم في التحاد ولكورة بنان على شكوى الاهلي ده اللي تم تجميده لحين البت في التظلم ده البند ده فقط او العقوبة دي النادي الاهلي اتحاد الكورة زعلان وكل اللي عامله ضغط من تركي قال شيخ رئيس نادي بيرامدس لانه التصريحات واضحة جدا والتغريدات يومية عشان نبقى برضو اكثر صراحة واكثر وضوحا والنقطة التانية زعلانين انه الاهلي اشتكى في الاتحاد الافريقي واعتبروا النادية شوية يعني تاخد من حق المهندس هنا بريده وليه مننا كل الحب والتأدير لكن هو سيادتك وحضراتكم مش اتحادكم الموقر اللي الرئيس نادي بيرامدس اشتكاكوا في نفس الجهة برضو ولا انا ما بفهمش لسه من اسبوع 31 يناير نادي بيرامدس قدم شكوى للاتحاد الافريقي ضد الاتحاد المصري وسياساته واداراته للمباراة للمسابقة بل اعتبروا انه هو منحاز وانه بيخل بالتكافر والفرص وانه لا يدير بعدالة النادي الاهلي لما اشتكى ما اشتكاش ان الاتحاد الافريقي انفير خالص والتحاد المصري انتحاد المصري مش عادل لا خالص اشتكى انه في جلسة دعية لها واحد ما كان ينبغي ان يحضر اشتكى اجراء انتو في خطاب رسمي والشكوى للاتحاد الافريقي اتهمتوا في نزاهتكم اتهمتوا في ادارتكم للمسابقة او للاتحاد اتهمتوا في عدلتكم وشربتوها ومشت زي الفل واللي دحك واللي عمل واللي سوى واللي فتح الاتحاد يوم الجمعة واللي عمل كل التسهيلات المطلوبة ده ما يزعلش فيه كيل بميكيلين اوضح واكتر من كده ايه بقى ليه يتقال انه الموضوع كله دلوقتي دخل في دائرة العناد ازاي الاهلي يتجرى ويشتكي وازاي سيادتك تنتهك القرار والعقوبة وتحضر من هو موقوف قانونا ولما يحضر يتجاوز في حق النادي وما جبتليش حقي وما جبتش حقي هو الاتحاد الكرة لو كان استنكر هذه الواقعة واعتذر النادي لانه هو المضيف انت لما تدعيني في بيتك وتدعي واحد تاني اشتمني انت مكلف انك تعتذرلي انت اللي حطيتني في هذا الموقف لو كان الاتحاد الكرة طيبة يعني خاطر النادي وقال لي احنا بنستنكر هذا التصرف كان موضوع خد سكة تانية انما نجي الترحيب والموضوع يكمل سيبكم منهم سيبكم منهم وكواس نزع يعني فيه ترحيب بهذا السلوك اكتر من كده ايه ده مش بس يا باشوانتس يعني انا قلتلكم ما طال التحاد الكرة من نادي بيرامنز من شاكوة رسمية وتكرار في الاعلام وتغريدات وتتويتات وتويتات وكل الاساءات ابلتوها وبلعتوها وزي الفل واشربتوا بعدها النسك فيه طب ورئيس نادي الزمالك فيه حد من السادة المشاهدين ما تبعش ما ألحقوا بكل عضاء اتحاد الكرة فردا فردا وجماعيات من كلام ده وصل لدرجة ما تقولي ليش انتو خدتو حق تنظيم كاس الأمم ازاي مش عايزين نتكلم الكلام ده ما لقاش حد يغضب وما لقاش حد يرد بنفس درجة الحساسية العالية اللي بيتم التعامل بها حاليا مع النادي الاهلي وموقفه العادل اللي شكواه قانونية ضد اجراء تم هل يملك الاهلي غير المسك القانوني يروح لمين طي يكلم مين اتحاد الكرة نفسه هو ما بيجيش الأذان الصغية والانصاف يعني انت استدركتني الاجتماع عشان اطلق تصرفات غير لائقة ولم تدافع عني ولم تدافع عن حقي واستمرت انك انت تنفذ كل شيء طلبه المتجاوز يبقى انت ده ده نروح لمين يعني انا نفسي اهذا سؤال والله والله قولوا انك كنت متوقعين ايه كنت عايزين من النادي الاهلي ايه يسكت زي ما هما سكتين ويبلع زي ما هما بلعين بس يتقلن كده نفكر فيه طيب قرار النادي الاهلي ده له حيسيات خلينا نكتهد مع بعض نكتهد مع بعض في بعض التفسيرات اللي كل وقع على حدة ليه الاهلي وصل لهذا الموقف اولا احساس العام من خلال حتى المتابعات العامة ورأي الشارع الجمهور مقدر جدا الموقف بتاع النادي الاهلي الجمهور كان قلقان جدا انه المجلس يتراجع عن قراره الجمهور كان قلقان جدا انه تبقى فيه ثم الضغوط تخلي المجلس ما يكملش فيه الحفاظ على حقوق النادي وده اكتر ما بيسعد جمهور الاهلي لو انتوا فاهمين ان الاهلي جمهوره بتفرق معه بطولة ولا بطولات لا فيه كتير قوي الرصيب يسمح بكتير لو قاعد نايم في البيت عشرين تلاتين سنة محدش هيعدله بس الكبرياء الاهلي هو اللي بيحقق البطولات وانضباط الاهلي هو اللي بيجيب الانتصارات عشان كده الجمهور بيحافظ على المكون الاساسي بيحافظ على المادة الخام بيحافظ على الارضية الحقيقية اللي بينبت فيها كل لقب او اي بطولة لو ضربت ده هتبقى هتزيد كل حاجة هتبقى الاهلي زي وزي غيره انما يحافظ على انضباطه وعلى حقوق المشروع بمنتهى الاحترام والتأدير للاطراف المسؤولة ومراعاة ظروف البلد وكل الاحوال العامة الاهلي في كل كلمة كم بيقولها لهم مراعاة للمسئولية المجتمعية مراعاة لحقوق الجماهير مراعاة للظرف الراهن كل ده كان موجود في كل المكتبات بس دايما وابدا مطلوب من الاهلي هو اللي ينفذ مطلوب من الاهلي هو اللي يرضغ مرضو من الاهلي هو اللي يزعن لقرار يبدو غير منطقي وغير مفهوم فجأة وانت بتتكلم على ان احنا في ظرف صعب وفي موسم استثنائي عايزين نضغط بطولة الدوري ويأجل الماتش اللي تم الاعتراض عليه بتاع 28 فبراير يأجله لما بعد مباراة الزبالك الاهلي في خطابه يرحب بكده بل هو اللي قدم الحل يوم طرف تاني يضغط يتحط له ماتش الكاس طب بالله عليكم ده ينفع هو النادي الاهلي ده صغير النادي الاهلي هو اللي انشأت اتحاد الكرة مش نادي صغير من حقك تتجاهل حقوق وما بيطلبش منك انه هو يتميز عن غيره بيطلب العدل والعدالة وفقا لضوابط ادارية صعب دي انا ساعات يعني عشان كده بقول للناس فكروا معانا احنا بنقول كلام فكروا فيه وقلونا فين الغلط وقلونا مخترحاتكم كان ينبغي ان يحدث ماذا الاهلي مقفوا بسيط جدا وواضح جدا والمسألة كانت انتهت انتهت كانت المشكلة انتهت وكل الاطراف حصلت على هي طلبها بيرامدز اجل المباراة والاهلي رحب بهذا التأجيل ما قالش حاجة لكن وانت بترجع مطش الكاس وبتقول لازم المعيار بقى ان احنا هي هلعب كل المطشاط في سياقها ومعادها بيرامدز مش هلعب الاهلي الا لما الاهلي لعب الزمالك جميل طيب عملت ايه في مطش إسماعيل وزمالك بتعبدور الأول الاهلي يقول لك مش هلعب الزمالك الا لما الزمالك يلعب لإسماعيل مؤكد ها مؤكد ايوا وبعدين ايه بقى بعدزنك وبعدين انت عايش لعبني المطشان بطوع بيرامد قبل الزمالك لا ماينفعش لا وبعدين يتقل لك إيه أصله لا الإسماعيل مش منافس إزاي بيرامز المنافس أنتو بتتكلموا إزاي إداريا بتتكلموا ككورة إزاي يعني هو يعني فيه طلع قانون إن السناد المنافس على الدوري اللي قالوا إزاي ملكوا بيرامز بس الدائرة مقفولة على الكل بقيت النقاط اللي موجودة لو الإسماعيل خدها ما ينفسش ده 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 أستاذ إبراهيم يجي من المركز الأخير يكسى باربع متشاط بيلا نفسه في المربع بزاهم ولا الدوري اختزل في دورة سلسية يعني حتى الدفاع عن الحقوق القانونية لبيرامز يقول لك إيه علشان دول الأندية التلاتة المنافسة والمقصة والإسماعيلي والمصر والاتحاد دول خلاص أي نقاط ياخدها ده النجوم اللي هو مش مصنف ووافد جديد فاز على الزمالك والآله خسر برضو يعني التحاد والمقاولين ولسه بيرامز خسران من الجونة فانتو يعني حتى هذا السلوس المحتمل غير قانوني وغير مقنع خالص عشان تدولوا حقوق استثنائية وتحجبوا هذه الحقوق عن الأخرين حتى لو كان الأهل من ضمنهم بس لا انت بتتكلم على تكافه وفرص بين كل المتنافسين في مسابقة واحدة عايز تجامل بيرامز فبتحطوا ضمن التلاتة مفهومة طب والإسماعيلي والاتحاد مش دي أندية شعبية لما بتعوزوها بتعودوا تغزلوها شيء غريب جدا جدا يعني يعني يقول لك لأ دول بوصفهم الأندية السلسلة المتنافسة عيب تقولي الكلام ده بجد عيب غير منطقي حتى الأهل استند على إيه أو تفسيرنا لحيثيات هذا التمسك بهذا القرارة باش مهندس لو بصنا في النقطة الأولانية هنلاقي المتحدث الرسمي للتحاد الكورة في كل وسائل الإعلام قال إن التعديلات اللي طرأت على الجدول والمواعيد الجديدة لمباريات الكاس هل من فراغ هل من الجلسة بتاعة الودية لا المتحدث الرسمي المهندس أحمد مجاهد يقول لك هذه التعديلات جاءت بتوصيات عن الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء وممثل الأندية في ستة اتنين ما تلعش تاني يوم ليه كلام دي وهذا الاجتماع تم الطعن عليه بالبطلان وفقا للوايح من جانب النادي الأهلي أمام اللجنة الأولمبية يعني أنت دلوقتي آه لا استناني بقى معلش يا سيد زبريح احنا مش بنقره بس صد احنا بنتأمل دلوقتي أنت بتقول لي أنا خدت قرار في جلسة مطعون عليها أنت تلتزم به أنت اللي بتقول أنا خدتها بنقع الجلسة دي طيب لو الجلسة دي مش شرعية بيبقى قارتها شرعية أنت ماتش ماتش يوم 28 ده لو متاخد بنقع على الجلسة دي فهو باطل فهو باطل ترتب عن باطل قولي ايه رأي حضرتك طبعا باطل نجم عن باطل يبقى ايه انتوا بتقولوا دلوقتي بعضمة لسانكم على لسان المتحدث الرسمي المهندس احمد بيجاهد انه دي هذه التعدلات او مباراة الكاسو اتخذت في جلسة رسمية او فيه اجتماع لرؤساء الاندية وقال السبعتاشر طيب انتوا زعلانين ليه ان الاهل يقولك استناني بقى تعالى هو مش انا شاكي في الجلسة دي مش بس كده وانا مش طاعن في هذا الاجتماع ده انت سميت جلسة بودية ده انت اللي اعتبرتها مش ملزمة انا مش عارف امسككم منين والله انتوا اللي اعتبرتها مش ملزمة مش عشان انا شاكي لما حبيت ان الاهل يروح قلت له تعالى ده اجتماع رسمي وده جدوى الاعماله وبناء على قرار لما زعل قلت له ده ودي لما زعل قلت له لا ده ودي لما عدلته قلت له ده بناء على توافق رؤساء الاندية في هذا الاجتماع وقرارهم الله ما هذا اللي خلانا قلنا هو فاهمي ولا نظمي ولا رسمي ولا ودي ولا ايه في البداية اعتبرته رسمي لما جاء لكم المهندس خالد مرتاجي ولما ميشي وقال لكم دعية من كان لا ينبغي حضوره قلتوا لا دي كانت قاعدة لما احتاجتوا تلعبوا تردوا بيرامدس عشان ماتش الكاس وتستجيبوا للضغوط تستجيبوا للضغوط مش كده الشخص الرئيس النادي الموقوف حضر وقال رأيه بالضبط وقدم طلبات وقدم مقترحات كان من ضمنها على فكرة تبديلة الكاس دي وتم الاخذ بيه طيب مش عندكو علم ان الاهلي طعم في بطلان هذا الاجتماع ولا زالت الشك ومنظورة في اللجنة الليلومبية وفي الاتحاد الافريقي ظاهرة القبول بالخطأ دي طيب بقت صعبة اتحاد الكرة استجاب في تعدلات جدول الدوري لرغبة نادي بيرامدس لما طلب يتفادم وجهة الاهلي للمرة التانية في الدوري قبل ما الاهلي يلعب مع الزمالك وقلتلكم مش عارف ليه ليه اتحاد الكرة سلم بانه المسألة سلسية على اي اساس من غير ما يحفظ لبقية الاندية نفس الحق في التكافؤ لكن ما علينا لما استجاب لطلب بيرامدس ورحل مباراة الدوري لما بعد لقاء القمة الاتحاد اعلن قبل كده اجراء هذه التعدلات الى ما بعد مباراة الزمالك الاهلي مصدرش على حقوق باية المنافسين طالما ان الاتحاد هيراعي تطبيق نفس المبدأ على الكل الاهلي خاطب اتحاد الكرة في 9-2-2019 يقوله قولي على اي اساس اجلت مباراتي مع بيرامدس لما بعد مباراة الزمالك وهنا انا عايز اقول حاجة لانه برضو الادارة بمفهون شمشون غلط ما ينفعش تقولي الاهلي مش من حقه يشتكي او الاهلي مش من حقه يستفسر مني انا اللي بدير لا 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 خالص خاصة اننا بتعملات اي نادي عضو في الجماعة العمومية من حقه يسأل سيادتك انت عملت ده ليه مش هقولك الاهلي بقيمته ولا بمكانته ولا بدوره في تاريخ الكرة لا خالص اي نادي مش عايز اقول اي نادي لما يبعت يقولك القرار اللي بيمسيني ده اخدته على اي اساس سيادتك غصبا عنك تجاوب عليه تقوله انا اخدت القرار ده بناء على كذا بكل الاحترام والتقدير لكن انك انت تعتبر انه مجرد السؤال ده مش من حقك تسألني انا اللي بدير يعني انت اللي بدير انت كلفت من قبل هذه الجمعية العمومية ان انت تتحقق ومطالب هذه العضاء علشان انت اللي بدير بسألك هو انا بسألك ليه لا مش انت اللي بدير هسألك ليه بسألك لانك انت اللي بدير فعندك سبب قولهولي انما استنقاء لاني ما عندكش سبب ايوه فانت مستنكر السؤال او عندك سبب ما تقدرش تقوله ما هو سبب يعني يطرح اه اه فيبقى فيه حساسية قوي انه ازاي مش من حقك تسألني وليه واخد اخناء يا اخي انا بسألك سؤال جاوبنا عليه وخلصنا قولي انا اجلت هذه المباراة لحفظ تكافؤ الفرص قبل ما الاهل يلعب مع برامز المباراة التانية يكون لعب مع زمالك ماشي هتيجي ترد عارف ليه مش عايز يرد عليك كده عشان هتيجي تقوله طب ماشي الاسماعيل والزمالك اه يعني معروف طيب ما هو عشان كده امشي عدل امشي عدل لكن هتناور وتجامل والتليفونات وقوامرك ومعليك وتؤمر وسيادتك احلامك اوامر يبقى من الحق ندي كبير زي الاهل يقولك انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه انا بطالب بحقي وحق جمهوري وده ما يزعلش حنلاقي اتحاد الكورة ملتزمش بالمبدأ اللي اشار اليه في تأجيل لمباراة الاهل وبيرامت فكرة انه ما ينفعش فريق يلعب مع فريق مبارتين قبل ما التالت في هذا الدورة السلسية اللي اتحاد الكورة قررها سلسية قرر الاتحاد في تعديلاته الجديدة ان الاهل يلعب مع الجونة فا 24 اتنين للمرة التانية هذا الموسف في الدورة في الوقت اللي الجونة لسه ما لعبش مباراته مع الاسماعيلي ما انت تجيلي من هنا هاجيلك من هنا عشان كده انت ماشي غلط هو مبدأ تكافؤ الفرص اتعامل السنة دي للمنطقة السلسية بس للاهل والذين معه ولا المفترض ده مبدأ عام طيب الجونة هيلعب مع الاهل المباراة التانية في الدورة انت خلي بالك والجونة ملعبش مع الاسماعيلي خلي بالك من نقطة مهمة جدا سيبك ان الجونة عمل بمعايير الكرة مفاجأة مش عايزة منخشة يعني طبعا تمت حطوله بيرامدز والاهلي وهو نادي موقفه حساس في البقاء يعني انا لو من مسؤولي الجونة هبصي الموضوع كده هو انا كنت عارف ان انا حكسي بيرامدز وابتدي اتطلع الى اني طموحات قدامي الاهلي يعني فكرة انك كمان يعني ماشي الجدول بترتيبه بقى مع الكل مفيش حل تاني ماشي الجدول بترتيب مع كون محاديش هتكلم انما يتقال اصدوق الاهلي ما نفعش يلعب مع بيرامدز المباراة التانية لكن يلعب مع الجونة المباراة التانية في الوقت اللي الجونة ملعبش الاسماعيلي اصلا شوف المعايير المختلة بقى وكأن البطل الدوري مش هيتاخد من حساب ان الكل يلعب مع بعضه والهبوط نفس الحكاية البقاء مش هيتقرر اللي بنفس المعيار بس هو خلاص المبدأ ده تم اعتماده اللي بتقعد دور الاول والتاني اللي ساكنين فوق بس اتحاد الكورة ملتزمش بنفس المبدأ اللي استند عليه في مباراة الزمالك وبرامدز لما قررت اجيلها كان المفروض تتلعب في اثنين عشرة الفين وطمنتاشا كانت ضمن الاسبوع التاسع اجيل ابو نانا على طلب الزمالك اللي رفض في هذا التوقيت مواجهة نادي بيرامدز قبل ما يلعب بيرامدز مباراته المؤجلة مع الاهلي فاكرين انتو نغمة مش هلعب الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته وكان عنده الزمالك بيرامدز في شهر اكتوبر مرضيش يلعبها وتأجلت له طيب هنا ما تقلش ان الزمالك بيفرد رأيه مثلا كان اتحاد الكوري عارف انه تأجيل لقاء بيرامدز والاهلي اللي استند اليه الزمالك بسبب انشغال الاهلي وقتها بمباراة هوريا كونكر الغيني الزمال الاتحاد كان يعلم ان مسابقة الدوري في مراحلها الاولى والمنافسة في المقدمة هتتحدد بشكل كبير بعد كده كل هذا وافق عليه الاتحاد لكن وبنفس المنطق وتحقيقا للعدالة كان على اتحاد الكورة في التعديلات الجديدة بقى اللحق على كده يحدد موعد مباراة الاهل والزمالك بعد الموعد المحدد لمباراة الاخير المؤجلة مع الاسماعيلي نفس المعيار لو الاهل يرخم وقال انا مش هلعب مع الزمالك الا لما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي بنفس المعيار اللي انتو بتطبقوه عليه المشكلة يا استاذ ابراهيم هو بنفس المعيار ما بيطبقوش عليك يقول لك انا حر ساعة ما تيجيلوا بقى في الحتة دي يقول لك انا حر هي المشكلة من ايه المشكلة من هنا ايه لو هو ملتزم بالمعايير خلاص كل الاطراف قبلت فيه منطق محدش يقدر يتجاهله الاهل قدم طلب الاتحاد الكرة او خطاب في عشر اتنين 2019 قال له انا رفض لاستبدال مباراة للدوري مع الكاسر وهنا عايز اقولها للناس لانه فيها فرقات فنية حد انا لما بالعب مباراة في الدوري عندي تلات نتائج نتيجة سيئة بسعى لتجنبها ونتيجة ايجابية بسعى لتحقيقها ونتيجة تعدلية قد اقبلها دي تلات اطرحات موجودة عندي في مباراة للدوري واسوأهم ان انا اخسر المباراة بس اعرف اعود المباراة اللي بعدها لانه حصل نقاط في الكاس لا اقصائية ما عنديش الا نتيجة واحدة يا هكسب يا ايما ان انا بره المسابقة بره المسابقة ما عنديش فرصة للتعويض لا في المباراة ولا في مباراة عودة ولا في المباراة التالية خلاص نوكاوت لما القالي يستند على هذا المنطق الفني العادل يزعى الحد انت بتلعبني كل يومين ماتشين او كل تلات يوم مباراة اوصل لمباراة رقم اتنين واربعين وغيري لعب اربعة وعشرين وبيتكلم معايا على تكافؤ الفرص بصوا حجم المعاناة هل لما اجي اقول مش من العدل ان انا العب كل تلات يوم مباراة تبقى مباراة كاس في وسطهم يبقى لا انت غلطان اقولولي بانه منطق ممكن حد يغلط النادي الالف كده وليه الاهل تحديدا اللي حشرتله المباراة دي في التوقيت ده لكل تلات يوم مباراة انت كنت من الاول بتتكلم على الموسم الاستثنائي وضغطنا جدول الدوري وتحمله والكاس بعد كده على فكرة اللي كانوا بتهكموا على الاجهاد نتيجة الضغوط ها بدوا يتحدثوا عن الاجهاد الاجهاد الان رغم انهم مش بيلعبوا بنفس الكساب فيعنى ايو يتقال في الخطاب الاخير مباراة الكاس بدون جمهور لا والله ليه هو انت لسه بتبدأ الكاس طب ليه ولا قال اي تفسير مباراة الكاس عند استقنافها بدون حضور جمهيري اولا كان لازم انت تفتكر ان المسابق بدأت واشتغلت بنظام فلازم انت تكتمل بيه انت كده عندك خلل كده انت مش مزبوط اداريا بدأت المسابق بنظام لازم انت انتهي بيه لكن انت لعبت الادوار اللي فاتت بحضور جمهيري حتى لو جمهور معدود لكنه موجود وعندك خطاب من الامن برقم 3436 وارد لاتحاد الكرة في 1-9-2018 بموافقة امنية على عودة الجمهور لحضور مباراة كرة القدم والخطاب ما قالش ان الكاس بدون حضور لهذا الموسم والموسم بيشمل دوره كاس طيب الامن اين بدور كبير جدا في حماية المباريات والفترات اللي فاتت الحضور الجمهيري بيتحسن من المباراة للتانية املا في ان احنا نوصل لبطولة الامم الافريقية تكون المدرجات شبه كاملة وده الهدف اللي كلنا بنساعد فيه سيبكوا برضو بالنغمة لم الشمل وكل اللي عايز يداري على مشكلة وكل اللي عايز يستف ورق يقولك لم الشمل قبل كاس الامم معرفش ايه مناسبتها لم الشمل لا يكون الا باحترام القانون وفرض القانون على الجميع والي اعتذر عن خطأ بس انما انت مسموح لك تتجاوز وتغلط وتسيء وتعيب وتعمل كل اللي عملته وعايز ترفع يافطة قصة لم الشمل مش فاهم ايه 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 مفهوم الادارة انه فيه قعدة عرب هتحل مشاكل الكرة في مصر وان الكل ينسى وكله وصل على النبي وكله خلاص اللي فات مات طب يعني هنلم الشمل لغاية كاس الامم وبعد كاس الامم نتخاني يعني هو لم الشمل ولا شمل اللم طب انا عايز اقول حاجة مش فاهم طب عايز ممكن اتوقف عند كلمة لم الشمل ام لم الشمل مش قرار لم الشمل حالة ام يعني انت الجماهير لو شعرت بالعدالة لو الجماهير ما بتعيرش بعضها المعايرة ما بيتش على المطشطنا والبطولات على كل موقف صغير وكبير ايه مين يعلم على التاني ودي مأساتنا وصل ان المسؤولين بيحلوا الازمات من هذا المنظور مين يعلم على التاني طيب الجماهير لو شعرت بالمعايير السابتة والمحترمة الشمل الشمل حيتلام ولا اللم حيتشمل واللم حيتشل لو ما تعملش كده اه يعني انت متدرش تقول الناس خلاص صافيا لابن اه ممكن انا وحضرتك طيب والناس اللي ورانا ها اللي مليش سيطرة عليها انا وانت هاتحترمنا احنا الاتنين لما تلاقينا بنعمل بعض باحترام هيروحوا معاملين بعض باحترام صحية انما لا وانا وانت بن واخدنا خناء مين اقوى كل فريق بيقيد واحد فينا ها هيبقى في نفس الصخب انه عايز الطرف بتاعه هو اللي انتصر فده خلف الخناء وانش مفروض يبقى فيه خناء مفروض يبقى فيه قرارات تنظيمية وجلام موضوعي يتقال وعلى فكرة اتحاد الكرة ما كانش محتاج للقاعدة دي مكانية ده يقدر ياخد رأي كل نادي بالاتصال المباشر معاه انا مش عارف مين اللي اوحى بهذا لان طبعا دي وقلنا ساعتها قلنا ده فخ حيصفر عن مشاكل قلنا قابليها هنا ان الفخ بتاع الدعوة دي هيصفر عن مشاكل طيب اتحاد الكرة عارف كويس انه كاس الامم ده اللي ان شاء الله هنستضيفها ومصر تستضيف كاس عالم مش كاس امم وادرة بازن الله تعالى بكل جهدها ان هي تقدم نسخة محترمة من البطولة اللي كانت هي صاحبتها وصاحبت فكرتها وصاحبت رعايتها من عدم يعني البطولة تخلص 19 سبعة دوري ابطال افريقيا مش اللي الاهل في دلوقتي الجديد الموسمي جديد هيبدأ تسعة تمانية تخيلوا يعني بعد كاس الامم ما يخلص بخمستاشر يوم او سمعتاشر يوم هيبدأ دوري ابطال افريقيا هتكون قرعة دوري ابطال افريقيا اتعملت الادوار الاولى هتكون القوائم بتاعة قيد اللعيبة تسلمت هيكون المستويات بتاعة تصنيف الاندية علشان الادوار التالية اتحددت كل ده والدوري بتاعك مخلصش مخلصش محددش مين اللي حيمسل مصر في دور الابطال ولا في الكنفدرالية انت بس اهتميت ان انت تحشر الكاس دلوقتي وتمدد الموسم وترجع تكمله بعد كاس الامم في اغسطس طب هتعمل ايه مع الفخ الافريقي ده مش بينا لكن الجديد بقى ان النهاردة فور من نادي الاهلي طلع قراره بالتمسك بموقفه اتحاد الكورة فاجئنا بخبر رح مطلعه قالك بعدت للاندية النهاردة بذكرهم المشاركة في دوري ابطال افريقيا وفي الكنفدرالية يلزمه الرخص رخصة الاندية وده اساسي بس قال كمان عايز افكرهم اواديكم خليكم فاكرين انا بقولهم ان الرخصة لا تعطى الا من يشارك في الدوري والكاس اتحاد الكورة تحول الى رجل شرطة واقف على نصة الشارع عايز اسحب الرخصة من النادي المخالف الكلام واضح ترتيباته ماشية ازاي استهداف الاهلي في المشاركة الافريقية القادمة الاهلي هيخرج مش هيكمل مباراة الكاس اه بس نقفين يا استاذ زبراين اه انا شاركت في الكاس طبعا انا شاركت خلاص اكسبت الترسانة وتأهلت انا شاركت جيت وماتش مش حلعب باعتبر مهزوب افرد ان ده اللي هيحصل يعني اذا حدث هذا ايوه وقد لا يحدث وقد يحدث ما تقدرش تيجي تقول لي بقى يا جماعة لازم فيه جهة نحتكم اليها طب نروح في ايه لو هيعتبر ان انت ما شاركتش الكاس ازاي انا شاركت في الدوري وشاركت في الكاس وتأهلت في الكاس وخسرت يا اخي ماتش لا خلينا كمل معاك جيتم ورا مش هلعبها لا يحتك بتقول في الجزئية دي ايه بقى عارف بتقول ليه اه يدفع غرامة ويتحرب من النسخة اللي بعدها الكاس مصر ما تقالش ساحب الرخص لا هو عايز يقول ساحب الرخص اه ما انت ما عملتش كده مع الزمالك لما نساحب امام المقاصة بالزبط يعني بالله عليك هو هو مش فيه تاريخ يا اخواننا مش فيه حساب مش فيه ناس تانية هيكون عندها عدالة هتيجي في المجال الرياضي تنظر اليه وترتب الاحداث صح انت انت لما نساحب الزمالك امام المقاصة اعتبرته مغلوب كويس انت هذا الذي تملكه وهنا القالي ما بتغدش عليك يا اخي بيقول لك انا كده اكتفيت ام وسبت لعب في افريقيا السنة اللي بعدين انا يه ولعب في افريقيا بعدين يه ما ينفعش التلمحات دي ما ينفعش ما ينفعش التلمحات لانها تاريخيا مش مزبوطة حتتحط دي سبيهات وفيه فطرة فلان الفلاني حدثت كذا وحدثت كذا وحدثت كذا ولا الناس تقول لك حين النهاردة ما ويتني بكرة طيب صحية انت ما عملتش ده مع الزمالك وانسحب من الدوري امتنعنا ادام مبارا في الدوري وهذه ليست دعوة او يفهمنا ان انا بقول اللي مش هيلعب او اللي هينسحب اللي هحافظ على حقوقه القانونية بكل الطرق المشروعة وبكل القانونية انت المرحي ده نفسه مفوق ملوش يعني حسب كلامك انت ان جي دي جلسة ودية اسفرت عن مجموعة من التوصيات انت استنادت اليها في اتخاذ قرارات والجلسة في شابه اه موقف قانوني معين انا طعم فيه انا طعم فيه ازاي انا طعم فيه وانت بتقول انت تزم بقراراته اه هو يعني بس هو يقولك كده بشمهندس لانه هو نفسه اتحاده الكورة انت انت يعني بتفترض حسن انه يقوي لا انا بنقش بموضوع مش عايز اخش في الضماير لا سيبك رغم ان انا وانت فاهمين الكواليس لكن انا بتكلم دلوقتي والله من منظور انا عامل من يعني شوف موضوع يعمل من بنها هيرياحك انك توقف كده بعيد انا مش طرف يا سيف انا مش بس انت من كفر الزيات اه اه من كفر الزيات لكن انا بتكلم بشكل موضوعي ولائحي وقانوني وبعمل مقارنات هي دي اللي ترد علي فيها انا لا بتهم ولا بخش في النواية ولا بتجاوز في حق احد ومش عايش حد يعمل كده لا نعمل مع حد كده ولا حد يعمل معايا كده خلينا مرة نتحاور وقلولي لا ده اصلي عشان كده دي عشان كده اقول لك والله تصور فتيتني اتحاد الكرة الافريقي يقول له انت صاحب قرار ايقاف هذا الرجل وراح لللجنة اللي لهم بي يقول لهم انتوا اصحاب راح للجهتين اللي طلعوا هذا القرار لكن اتحاد الكرة وهو بيعمل كده وهو بيحاول يفتح بيط الطاعة لازم يتذكر انه حتى في الامور المالية مش فيه الاهلي لمن لا يعلم حتى الان ما اخدش فلوس علاج مروان محسن اللي اقرها الاتحاد الدولي لاصابته مع المنتخب ما اخدهاش بس هو نفسه اتحاد الكرة اللي سارع يدفع للزمالك فلوسه من عنده عشان ما تتخصمش عليه نقاط هو اللي بيعمل مع النادي الاهلي ده هو اللي دفع لنادي الزمالك الغرامة الدولية زي ما كانت تفق عليها مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ليتجنب الزمالك خصم نقاط من رصيده وهو نفسه اتحاد الكرة اللي دفع للزمالك قبل بداية المركات الشتو قبل القيد التاني ده ستة مليون وتلتمائة او تسعة مليون وتلتمائة الف ويخصمهم من رصيده لما يبقى فيه علشان يتمكن من القيد الشتوي انت اللي بتعمل كل هذه التأسلات لنادي الزمالك ومشكورا لانك لازم ان تقوم بهذا الدور تجاه كل الاندية ما بنقولكش عملتك كده ليه مع الزمالك لازم ان تساعدوا الكل مدام ربنا فتحها معاكو وموسعها بس وانت بتعمل ده مع الزمالك لازم ان تفتكر كويس قوي ان النادي الآلي كمان نادي مصري له عليك حقوق ليه عليك حقوق اساسية ما لقاكش جنبه خالص وهو بيواجه كل المشاكل مع التراج التونسي والانتحاد الافريقي ما لقاكش جنبه ابدا بدعم باي حال من الاحوال وتقال وقتها مش عايزين نخسر بوشموي والاهلي مباراة ده كاسبان 3-0 والمسألة سهلة يعني نظر للموقف ساعتها انها هتعد والاهلي هيكسب مش عايزين نخسر الراجل خسر الاهلي وخسر العيب وحصل اللي حصل وتعور العيب عنده هو في اليوتوبيس وما لقاش اي مساندة في الوقت اللي الاتحاد التونسي ساند ناديه لغاية لما توجه باجواء كلكم فاكرينها ده اللي بيتكلم عليه النادي الاهلي ان انا في مواقف مهمة جدا ما لقيتكش لما ييجي يحصل اجتماع باطل بهذا الشكل وبهذا الحضور واشتكي للجهات صاحبة القرار العقابي ابقى انا اللي غلطان ولما تمسك بحق ان انا ما ينفعش العب 45 مباراة وغير يلعب 21 وتحط اللي مباراة كاس في قلب جدول الدوري وتكلفتها لعشان تمشي حاجة ابقى اللي غلطان برضو اعتقد المسألة محتاجة مراجعة من قبل اتحاد الكورة ومحتاجة التأكد من حقيقة مهمة جدا محناش في مباراة مصرعة الزراعين خالص ولا الاهل بصص لها كده ومؤكد ان ادارته تحمل لكل الاتحادات كل التقدير وفقا لمنظومة العمل المنضبط انا عضو عندك انا مش سيد عليك بس انت كمان مش مش الالفة اللي واقف فوق دماغي تقول لي مشي مين ومشي شمال في لوائح بتربط العلاقة وتضبط المسألة بعد تلك جداول طلبتك ان انت تحترمها عشان انا انا انفزها لما اطلبك ان انا انك تحترم اللي انت قررته ابقى انا غلطان نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف بعد الفوز السابع ماذا ينتظر الاهلي واسع طريق البطل وصل فاكرين لما الناس كان ده مش رأي يعني او مش مش كلمتي ده منشرت مجلة الاهلي النهاردة فاكرين لما الاهلي كان يقول لك الستاشر يا لهو ده السابع يا لهو ده السادس لا 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 ده التالت دلوقتي بقى التاني ولما بيخبط على الباب الاوضاع بتخلي الناس حتى بما فيهم اللي مش اهلوية يبدأ القلق يزيد من واقع الرصيد التاريخي للعلاقة الشرطية الدائمة بين الاهلي والدوري على فكرة المشهد كله مشهد قلق سبب الخصومة وسبب المشاكل وسبب الضغط وسبب انه خلق لك مشاكل عارف رد فعلك حاليه هيبقى ايه وانك مش هتقبلها كل ده يعني التخوف من الفوآن المحتمل للنادي الاهلي طيب فوآن الاهلي وفوزه على الداخلية وتحقيق الفوز السابع على التوالي لقى مردود ايجابي كتير عند الناس حتى فيه ناس زمال كوية هقرلكوا تعليقاتها يعني بس هخلينا نبدأ بالرأي المهم جدا لكابتن محسن صالح نجم مصر والنادي الاهلي والمدرب الكبير للمنتخب الوطن السابق كتب الكابتن محسن صالح الاهلي بدأ تحصيل ديونه المستحقة كل فريق له عنده ثلاث نقاط يجهز هاله لانه قرر استعادة مكانته في السوق ويحتاج رأس ماله عشرين فبراير الاهلي انتهى من تحصيل ديونه المتأخرة باقي فرئتين سلموه الاسبوع ده خمسة قاله دية قاله هدية الاهلي قال مقبولة ومحدش يهوب تاني من اللقمة دية او من اللقمة دية سلموه الاسبوع ده خمسة قاله دية الاهلي قال مقبولة الهدية ومحدش يهوب تاني من القمة دية اقتراب الاهلي بهذا الشكل خلى استاذنا الاستاذ عبدالقادر محمد علي مدير تحرير الاخبار وهو رجل زملكوي كبير في زاوية لوف الاخبار صباح النعناع كتب بعنوان شكر وعرفان نحن لعب الاهلي ومدربه وجماهيره نتقدم بوافر الشكر الى نادي الزمالك ابو الجدعانة ونادي بيرامد ابو الفلوس على تعاونهما المثمر لإفساح الطريق امام الاحمر نحو الفوز ببطولته المفضلة ويسعد الاهلي ان يتوجه بشكر خاص الى الاخ جرس مدرب الاشقاء في القلع البيضاء على جهوده المخلصة في هذا الشأن وانجمله في الافراح ده رأي كاتب زمالكوي كبير الفنان الكبير نبيل الحلفاوي قال فاز الاهلي بسلاسة وهدوء من غير معافرة في اشارة على الاداء السلس اللي كان عليه فريق الاهلي في مباراته مع الداخلية وفوزه 3 واحد الاهلي رفع رصيده يا بشماندس للنقطة 45 من 20 مباراة تساوى مع بيرامدز اللي عنده 45 من 23 مباراة كأهلاو بقى ما بيكتبش لا تويتات ولا بيعمل في الفيسبوك كبير ان انا اشاير يعني عاجة اعجب لكن انا مش عجبني النغم انا لسه بيني بيني بني زمالك سبعة نقطة هتقولي ما تاليك مباراة مكسبتهاش بالزبط انا مكسبتهاش ايوه لما يبقى بيني بني زمالك أربعة نقطة ابتدي اقول لك الدنيا ها لان مصير حيبقى في ايدي وانا بلعبه فارجوكوا ارجوكوا نخف شوية خلينا مضوعين حتى حتى لو تسوينا في النقط حتى لا تجاوزنا الدوري ما بيخلصي بالتويتات طيب الاهل فاز شكل الاداء اسباب التفوق وراءة سلاسية رأي مهم للدكتور طه اسماعيل في اونسبور نسمعه الاهل في الشوت الاولاني استخدم تابتكس متغيرة نعم من الجناب والعرضيات في الاول وصحيح يمكن كان الظاهرة هي ان الكواليتي بتاع العرضيات ما كانتش جيدة لكثير من الاحيان صحيح ولكن مع الشغل على الجناب بتعمل ستريتش للديفنس ثم بعد ذلك فيه جابس وفتحات عشان العمق تقدر تختاريخ منه وده اللي حصل في الجول اللي جابه محمد هاني من العمق نشوف هاني لما راح مع السولية راح فاضي الواحد في نص الداخل الثامنطاشر ما فيش مخلوق معاه الواحده بس ده نتيجة الناد الأهلي كل ما بيبلغ على الجناب فبيكرسوا اللعب على الجناب ان هما بيساعدوا واحد قدامه واحد وراء لكن شوف هنا نعم شوف العمق فاضي خالص يعني داخل جوة الثامنطاشر من العمق بالزبط بشكل جيد جدا ده التباين ولذلك كان حتى التشبيه يقول لك كما بتلعب على الاطراف على الاطراف على الاطراف بخلي بشد الباكيمين شد الباكشمال بفتح الفساحات بين المدافعين وبعضهم ثم بعد ذلك النوكاوت كنا نلعب كورة من العمق ولذلك ندي أهلي عملها بشكل رائع جدا في الجول اللي يسجلوا بعد ما عمل عرضيات كتيرة جدا لأ المساحات السولية مع هاني عملوا الجول بشكل رائع جدا يعني يحصد عليه تاني حاجة دايما قلنا قبل اللعب اللعب الفردي محتاج لعب جماعي عشان تحقق فيه لما نيجي نسوف الجول التاني بقى اللعب الجماعي اللي تم بين معلول وبين أجاية ده اللعب الجماعي من جيرالدو لمعلول لأجاية أجاية هنا بقى الإمبروزيزيشن اللي بيسموها أو يعني الإبداع داخل منطقة الجزاء استلم ولف وخد الرجل في ظهره وسجل منها فهنا بقى ده اللعب الفردي ده الأجاية الفردي بس بدي ده نتيجة لعب الجماعي الحقيقة نادي أهلي عمل شوت رائع جدا الشوت التاني طبعا سعده على ذلك إن فريق الداخلية ما بقى اللي كان لسه بكل قواء البدنية الداخلية كان بيلعب بتحفظ الداخلية في صوت تاني كابتن علاء لعب بالمجاسفة الكاملة نعم مجاسفة الكاملة اتنين زي ثلاثة زي أربعة فابتدى يهاجم بكل خطوطه ولذلك دي أرباكة النادي الأهلي خاصة إن برضو من أخطاء النادي الأهلي لو وقفنا هنا شوية كده لو وقفنا هنا شوية كده لو وقف شوية بس شوف المساحات بين الأربع باكات اللي موجودين دول نعم واللي مش بينين في الصورة من المهاجمين يعني فيه ست سبع لعيبة من الداخلية سبع بزرور والمساحة دي كلها فاضية سبع من لعيبة سبع من الداخلية وذلك أربعة من الأهلي النادي الأهلي لعب مترهل في الشوط التاني مترهل يعني إيه يعني مسافات كبيرة بين كل خطه التاني نعم شوف الديفنس فين ونص الملعب فين وفيه لعيبة مهاجمين موجودين قدام نعم كان من الأحرى لما حس إن أنا بدنياً نزلت شوية الفريق التاني بيهاجمني بالشكل ده ألعب كومباكت يعني ألعب قريب وتحاشى إن أنا سيب مساحات كبيرة طيب دكتور طه مبسوط من الأداء مبسوط والله تحفظ شأننا جميعاً لكن التحفظ لا يصل إلى حد النقد يعني الناس تشعر بقى طموحاتها وده اللي أنا قلت عليه سقف الطموحات هيعلى قوي بعد الانتقالات الشتوية فحيبتدي معيار الحساب هيبقى شديد الصرامة عايز النتيجة التقيلة والأداء الجيد وتسعين دقيقة وكلام ده هيبقى صعب لأنك أنت في كل الأحوال آه عملت فريق جيد وبسوة جديد فريق جديد آه في نفس الوقت أنت عليك التزامات مكسفة جداً 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 فالراجل بيعمل عمليات التدوير مش بس في الأفراد ده بيعملها في المباراة أي ده في المباراة بيهدل وطيرة إمتا ويعلي وطيرة إمتا ولما بي بي يبقى جاي بقول لين يبتدي يلعب بدون اندفاع وبدن حد يستهلك اللعبة ولذلك بدأت شوية نسبة الإصابات تقل فهو يعني لازم نبص الأمور دي كلها مفيش حتى فرق على مستوى العالم بتلعب 90 دقيقة باكتساح وإبداع وبتجيب كل الفرص اللي بيجي لها أنا معياري يا أستاذ إبراهيم لنجاح أي مدرب وثقة لأي فريق عدد الفرص اللي بيخلقها في المباراة الموقف الهجومية اللي بيستهلك عدد الفرص اللي بيخلقها وبرضو التهديد اللي بيجي لك كم فرص لما تجد ان كل موراة تتقدد مرتين وانت سبع تمن فرص تجيب منهم اتنين انت نفسك يبقوا خمسة لا مش هيبقوا خمسة ومش معنى كده ان الماتش وحش لما يبقوا ثلاثة لقى الماتش كواسي قوي لأن اللي الثلاثة أهداف من أجمل أهداف الدول الثلاثة الثلاثة لكنه كمان الداخلية ضربت الجزاء اللي اتحسبت له أثارت بعض الجدل نشوف الكابتن أحمد الشناوي لأن الحقيقة الكورة ما كانش ينفع تتحسب بنالتي اتحسبت ليه نشوف رأي الكابتن الشناوي يجي بعد كده هنا للاعبة راكد الجزاء الحكم احتسب رفل الجزاء دون التردد وحنشوف أول حاجة أول حاجة خلينا نمشي خط وخط راكد الجزاء عشان تحتسب لابد أن تكون المخالفة داخل منطقة الجزاء أو على خط منطقة الجزاء لأن الخطوط جزء من المساحات فهنا اللعبة دي بداية المخالفة دي اللاعب يسقط داخل ولا خارج لا من بره خلاص إذن لو هناك مخالفة تكون من بره نعم شوف الحالة اللي بعد كده الحالة دي مركبة طبعا الحكم جاي واحتسب دون التردد مش عارف هل منه ولا من الإضافة نشوف بقية اللاعب القدمه بيخبط في القدم نفسه اللاعب هو القدم بيخبط في القدم شايفها كبتن ونشايف شايفها كويس إذن النهار ده بالزبط عارفتها بتخبط رجلك الرجل السابتة وتخبط ده لازم يسقط بس هي ممكن تكون رجلة أيمن أشرف لطشت في رجله قبل ما تبان في الكامير هنرجع هنرجع مش مشكلة نرجع نرجع نمشي دلوقتي نشوف الحالة بص يا كبتن هنمشي نمشي ههو فين اللي خبطت هنا مين الرجل اللي ورا نشوفها لا يا كبتن شنوي طب احنا هتمشي بناشي الحالة أنا عمشي حيووليكم اللاعة التانية نسا اللاعة التانية جاية نمشي نمشي احتسر نشوف اللاعة التانية بص هي بس هنا الكاميرا من بص والرجل بتطرفها بص يا بخلينا بس لسا هنمشي باللاعة التانية اللي من ورا هتشوفوها بص اللاعة التانية كبتن اهي بصوا بقى فين رجل ايمان اشرف اه اه تصدق رجل ايمان بعيدة هنا فين رجل ايمان اشرف فين رجل ايمان اشرف ده هو جلبت كابل لما كابل فين الرجل ايمان اشرف اني يا بقى بص حنفترض ان رجل ايمان خبطت حنفترض انها خبطت هو عايزين نوصل لحاجة نعم انا بتكلم في حاجة حتى لو كان هناك خطأ بقى من بره هنا بقى كابتن اللي انا يبقى دائم انواقف priorities علشان التسلم حوش الفيش حتى انك حكم جاي هل تعدى جوا انا اقول TJ لا العرقل من بره الا من جوم لا العرقل طبعا ان هو في عرقلهم mieux طبعا ضرب الجزاء لا يوجد أي عنصر من عناصر المخالفة فيها لا هي أصلا فيه ارتطام لا هي أصلا فيها دفع لا هي أصلا فيه أي شيء ثم إنها من الخارج واللاعب هو اللي بص بحرفنا بص حط رجله إزاي اللاعب يعني متمرس عليها حط رجله في رجله السابتة عشان يوقع فيعني دي سيميلياشن مزبوط واللاعب كانت الشناو كان دقيق فيها الحياة لا ده ده فيه لقطة من وراء برضو الرجبة دي تبن النقر يبدأ ده بينه وبينها شبر ملمسوش ملمسوش بمعنى كلمة ملمسوش بص هي أهي بص هي 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 بين بقى باينة أهو فين هاو لحد ما حط رجله في اللاعب رجله في نفسه في نفسه اهو فين بقى بعيدة قد إيه هم 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 شفت أيما نشرف يلا تحرك هاو وقع فين بقى فين بقى فين وبرضي يقول لك التحكيم بإجامل الأهلي ألف رحمة نورة على روح أخونا خال التوحيد ربنا تغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان دمتم للأهلي دائما ودائما لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في العشرة مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبح على خير تصبح على خير